السلام عليكم صباح الخير. صباح النور. جاءت الشاشة عندكم. صحيح واضحة. نعم. آآ ان شاء الله اليوم ننبلش آآ في موضوع الكاردو باسكولر. انهيت انا معكم صحي الهوميوستاس في المحاضرة الوجاهية. صحيح? صحيح. نعم. فاليوم ان شاء الله بدنا نبلش آآ نحكي في الموضوع الكاردو باسكولر سيستم. طبعا آآ رح نتدرج شوية اول شي نحكي شوية اناتومي بعض الستركشورز اللي انا آآ بعنين انكم تراجعوهم وترجعوا آآ تتذكروهم يعني. بعدين نبني آآ هيك دا نتعلم نبني اساسيات. شغلات معينة. في بعض الترمز الجديدة عليكم. آآ في شغلات معينة لازم يعني تطالب ممنوع ينساها. لانه اذا نسيها بقدرش او ما فهمها كمان برضو هاي نقطة مهمة. نقدرش نكمل لقدام. لانه كل اشي رح تشوفوا بارطبط آآ كل نقطة بحكيها على نقاط سابقة تكون موجودة عندكم. اليوم بجوزة تحسوا شوية في كثير ترمز. بعدين شوية شوية بصيروا يتركزوا اكثر واكثر. لانه منرد انه تطبقهم كمان آآ لما نيجي نحكي يعني بشكل سبيسيفيك على نقاط معينة. زي ما احكي شو يعني ريدميسيتي بعدين رح اجي احكي عن كوندكتل سيستم او بظهرت وافصلهم. آآ شو يعني آآ مثلا ديليك. كتير شغلات رح نشوف كيف انه احنا آآ رح نتكلم فيها. عشان هيك لما نيجي نحكي شوية اول اشي كا كاستركشار. لو اجيت قلتلكم آآ لو قلنا كارديوفاسكولر سيستم ككمبوننت شو الاشياء اللي بتتوقعوا انا بدي احكي عنها خلال كلامي عن الكارديوفاسكولر سيستم. بليز نحاول نشارك الجميع. اللي بقدر يفتح المايك يفتح آآ كأنه في في القاعة يعني اللي بعرف انه فينا ظروفها بتسمحش انه يفتح لكن يعني يعني لا يستمع. يلا يا شباب وصبايا. اول شي الهارت. 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 عندي بلد بيزلز. شو كمان? بلد. لبلد. ليش طبعا لانه احنا بنحكي في عندي كارديوفاسكولر معناها في الهارت اللي هو الكارديوفاسكولر هي الفيزل. الهارت شو بتقدروا تعتبروه? هو ايش? والبومب. نعم هو المضخة تبعتي. هاي المضخة شو بدي يصير بتعمل آآ آآ يعني رسيف للبلد اللي بدي يجيها. فهاي جزء كومبوننت اللي هو البلد. بوصل الى هلأ راح نحكي اجزاؤه كل هذا الكلام لكن بشكل سيمبل هي عبارة عن مضخة ووصلها هالسائل اللي هو البلد. شو بتروح بتعمله? بتروح بتضخه وتوديه على محل تاني. ماشي? هلأ راح اتوديه من خلال ايش? اللي موجودة عندي. هلأ الفيزلز بترد كمان تحمل البلد من يعني تورد تيشوز بعدين بترد يترجعه كمان مرة تورده هارت وبتعيد. هلأ شوفوا كلامي انا احكيت كومبوننت اللي هلأ بامب وفيزل وبلد. بنفس الوقت انا حكيت الكلام اللي انا حكيته انا حكيت جزء او او بشكل مبسط كثير عندنا سايكل. انه ليه? لانه دم بوصل للهارت بضخه الهارت بمشي بالسيركوليشن بلف كمان مرة في البضي وبرد يرجع كمان للهارت برد يعمل نفس العملية. فهدول اللي هلأ موضوعين رئيسيان احنا راح نحكي عنهم. اللي هلأ كيف تبعته بشكل يعني اه خلينا نحكي اه سلس وسهل. مش كل يعني مش وبنفس الوقت بديها الاشي اللي انا بعنيني لقلي لشولي. وبعدين اللي هي ممكن ما نوصل هالمحاضرة هاي المحاضرة الجاي. اللي كتير كتير مهمة اللي هي موضوع كيف راح تحضف بانه لما يوصلوا لبلد ويدخوا لبلد. طب طبعا فهمي ليلها سهل كتير علي افهم الشغلات التانية افهم الكارديك اوتبوت. الهارت فيلر. الها بلد براشر. كل هاي الشغلات لانها مربوطة في اليفنس اللي بتحصل ديورين دا سايكل. هلأ ازا عندي الهارت اللي هي البومت زي ما حكينا. البلد فيزلز طبعا عندي ثلاث شغلات رئيسيات هدول لما رح نروح على السيركوليشن رح نحكي عنهم شوي. اللي هو عندي الارتيرر سيستم والفيناس وعندي ايش اه منطقة الكابيلاريز. طبعا اكيد اخدتوا شوية انه اه فيما اخدتوا الاناتومي هدولا في الول تبعيتهم عادة بيكون اه في عندي اه عدة طبقات. الكابيلاريز لا اه الكابيلاري وانسينجل لاير من الخلايا الاندوثيلر سيلز. ليه لانه الكابيلاريز بدها تعمل اكسشنج. كل شي اكسشنج بحصل من خلالها. هلأ بالنسبة للارتيرر سيستم بشكل عام. الارتري هو بيحمل البلد من الهارت تورد اه للتشوز. والعقollo بيحمل البلد بالعكس من اورجان او من التشوز برجعو تورد اهار. اللي المصطلح الاعم انه نقول اكسشنج ايدي اكسشجني ايدي اكسشنج ايدي اقدرش اعمل كامل. الارتيري السيستم مصد يحمل اكسشنج ايدي بلد ما عدمين. بتذكرين? بيحمل اكسشنج ايدي اكسشنج ايدي اكسشن ايدي. ب Beispielery io gens بيحمل ايش او مجموعة اللي هنا البلموناري فينز انهم اكثر من واحد فهدولا برضو نص الشيء لكن بيشتركوا سواء كان البلموناري فينز ولا الاثر فينز انهم بيرجعوا البلد تور دهارت هذا اتجاه الديريكشن تبع النقل تبعيتهم هلأ ناني يجي ل كمان برضو هذا رح احكيه انا افصه اكتر في السيركوليشن انه في عندي انا الهارت نفسه كبام بتقدروا شو تقسموه يلا في عندي عدة طرق يا اما بتقولو الموجودة عندكم اللي هنا في عندي اتريا 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 او بقدر اقسم الهارت لشغلتين انه right side و left side ماشي هلأ right side of the heart او بقدر اقول right bump وفي عندكم left bump بايش بيختلفوه اول اشي كالستركشور شو فيه بالright side او الright bump اذا ابدأ احكيه في عندي right atrium زي ما انتوا شايفين هنا right ventricle هلأ الجهة اليمنى من الهارت شو بيصير فيه الright atrium هون بيجي لبلد يلا يا احمد من superior و inferior vena cava نعم يعني بيجي الbenus هاد رح استخدموها كلمة رح استخدمها كثير اسمه الbenus return اللي هو الراجع من ال veins كله ياتهم من الجسم عن طريق اللي هون superior وال inferior vena cava بيجوا بيفتحوا في right side of the heart ماشي فبيكونوا جايبين deoxygenated blood شو بيعمل بعدين right side of the heart بضخ الدم هاد اللي ايجال بيكسجنيتد وين بيروح بيوديه بيوديه على اللنغز على اللنغز نعم عن طريق اللي هو البلموناري ايش ارتاريز بعدين زي ما انتوا شايفين بوصلوا البلموناري كابلاريز وببالي شو يشتغلو عليها الاكسجينج في اللنغ عشان رجعو لكم البلد شو ماله اكسجنيتد هلا left side of the heart او left bump بيجيها البلد برضو راجع لكنه هاد صار اكسجنيتد بلد جاي من وين من البلموناري فينز بدخل على الليفت اتريم بروح بعدين للليفت فينتريكل والليفت فينتريكل عن طريق لو ورطة زي ما انتوا شايفين بروح بيحملو بوديه ايش اه toward the circulation حتى يوصل لوين لكل الورغانز اللي موجودة عندكم هلا فهونا انا بقدر زي ما حكينا قسمنا الheart right sided و left sided اه بارت اللي هنا right bump و left bump الright عذة بوصلها دي اكسجنيتد بلد والليفت ايش بوصلها oxygenated blood هلا او باشي بحكي كstructures انه انا عندي two atria وعندي ايش two ventricles فهدولة عبارة عن حجرات الاتريم بتصل بالventricle لكن الاتريم مش متصلة بالاتريم والventricle مش متصل بالventricle ماشي ليش شو في بينهم هون في سبتم اه في سبتم ماشي هلا هون right atrium بود الدم اللي عنده على right ventricle لانه هون في valves موجودة في صمامات بين الright side اللي هو بين right atrium والright ventricle اللي هو متذكرينه شو هو اللي بيكون هون right gastricle right gastricle valve وهون بين في left side بين left atrium والlift ventricle في mitral or bicuspid valve بتقدروا تقوله لانه حسب الشرفات تبعيته الكasps تبعيته هون فيه اتنين وهون فيه واحد هلا كمان ما بين right ventricle والبلمونري برضو في صمام اللي هو البلمونري valve وبين left ventricle ولا ورطة في عندي اللي هو اللي هو الوروتيك valve هلا اللي بنا نحكيه بس اعلق على شغلك انا ما حكيت انه هون ما في ما في اتصال هذا في انسان يعني after delivery انه الواحد مولود وتمام وكل شي وهلا بيستخدم اللونج كمكان عشان بتعملكم ال exchange للجازز وتجيبلكم ال auto هلا during embryonic life البابي وين بيعتمد على الاكسوجين بيجي من الليفر عن طريق ان فيه الفينكاب بيجي من مين يعني اصلي هو بعمل exchange بيستخدم اللونج من الام بيجي من الام عن طريق البلاسنتة عشان ما في عنده اشي يروح باتجاه يعني اللونج وانه يشغله فعشان هيك بيكون فيه فتحات ما بين ال right وال left side لانه ما بيودي على ال heart بيجي مباشرة من ما بيدي على اللونج بيجي مباشرة الoxygenated blood من الام هلا بعد الولادة في متذكرين مرات الفورام ovale فيه فتحة هون بتكون ما بين right وال left atria مرات كتير بعد الولادة اول ما ينولد والبيبيات هدولا بتكون لساها موجودة ماشي هلا بعد اشهر من الولادة شو بيصير فيها تسكر تسكر ماشي هلا طبعا لما مرات يعني نعرف انها موجودة انه بيسمعوا صوت غريب شوية في ال heart انه نتيجة مرور الدم من خلالها هلا لها معيارية طبعا عشان هيك لازم اذا شكينا فيها بنودي على الكارديولوجيست بيفحصها حسب الصيز تبعها في الغالب معظمهم بيكون الفتحة صغيرة وبتسكر مع الوقت هلا احيانا بيكونوا كبار ماشي فهونا يعني بتتبع انه ممكن تحتاج ال ال في مشكلة تانية هون في السبتة من اللي هو الموجود بين الفت وال نعم يكون في عندي اشه اسمه طبعا هدولا اذا وجد وكان كمان حجمه كبير مشكلة ليه شو بيصير يعمل بصير فيه اختلاط في نعم لا الاكسجيناتد مع الدي اكسجيناتد بلد وكمان بعرض ال ضغط اعلى من الضغط ال فشو بيصير الدم يطلع اوش يطلع من باتجاه ال لانه فرق الضغط اكيد هنا بيدفعوا لهذا الاتجاه والتالي بيصير عرض كمان للمشاكل هاي طبعا هيكون جنيتال في موجودة احيانا طبعا لازم ناخد بعين اعتبار انها ممكن تكون لذوق من سندروم يعني مش بس انه ديفكت في الهارت لازم ادور عليه من مثلا اشياء زي مرضى داون سندروم ترايزوم الواحد وعشرين هدول عندهم كتير مشاكل ممكن يكون عندهم مشاكل في الهارت مرات ممكن يكون مشاكل كمان غير السبتل ديفكت في اشي بيكون مشكلة في اخروج الورطة مع السبتل ديفكت وهي بسميه الوفررايدين الورطة فهذا برضو نفس الشي ممكن يعمل لي مشاكل فعشانك دائما لما يشوفوا اي مشكلة في السبتم منشك انه يكون لازم ادور على شغلات تانية ولاش يكون هو عبارة عن مجموعة اشياء موجودة عندي يعني جزء من سندروم او انه يكون لوحده فهذا يعني لازم الطبيب يتبع هذا الحكيم هلأ كمان هذه العملية اللي هو بعملها في ضخ الدم او باتجاه بعدين عن طريق الورطة بقدر من خلالها قسم هلأ في عندي two types من شو بتسموهم تذكرينهم نعم systemic circulation وايش كمان اللي هن البلمونري circulation هلأ كل اشي ما بين الهارت واللنجز هو عبارة عن ايش بلمونري عشان هيك شو في بينعتهم بلمونري circulation هو في عندكم بلمونري arthritis بلمونري veins والبلمونري caviller طبعا رح نشوف ضغوطاته عادة بتكون اقل من ضغوطات systemic circulation لان هاللنجز بالمنطق قريبة جدا من الهارت والتالي non need very high pressure حتى انا اعمل هاد الهارت الهارت هلأ النصف التاني اللي هو systemic circulation اللي هو بكون ما بين مين زي ما انتوا شايفين بين الهارت وال organ systems اللي موجودة عندكم اللي هنا غير طبعا بيجيني هون اللي هنا veins اللي هنا systemic veins وفي عندي كمان systemic arteries وعندي مين اللي هنا systemic schedulers فهدول بشكلو لكم اللي هي systemic circulation طبعا هدول لما اروح على circulation راح نفصلهم اكثر وشو في فرق وبياناتهم وكل هذا الكلام بس هلأ شوي gross anatomie خلينا نحكي هلأ لما نيجي للعضلة اللي موجودة عندكم هون او الهارت كبام لازم تعرفوا انه بيكون موجود في منطقة النيدياسنم زي ما انتوا شايفينه هنا طبعا القاعدة تبعتوه باتجاه وين بتكون هاي منطقة البيس تبعتو وين بتكون نعم 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 فعشان هيك شو بيكون ماله شوية ماله الهارت بيكون ميل شوية لإيش لللفت اه كون ميل لللفت هلأ زي ما انتوا شايفين هو معلق في هاي المنطقة ماشي هون البيس لقيله اللي هي هون كما بطلعوا مين تذكروا بتكون طالعة من هنا اللي هون طبعا رح تشوفوا لو نحكي لما ناخد في السيركوليشن أو هاي هون موجودة عندي شايفينه هذا مين اللي بيكون طالع هون اللي هو نعم والقاعدة هاي القاعدة تبعتو سوري الابكس تبعتو بتكون رايحة باتجاه اللي هي باتجاه يعني هي جالس على الديفرام والابكس تبعتو اللي هي منطقة الابكس اللي هي أكثر نقطة أو بيكون فيها قوة في انقباض الهارت اللي هي بيقو وين بتكون بقدر أحددها الجوة اللي لازم تحددوها وفي نقطة واحدة فقط ناشي وهذا الحكي إن شاء الله لما أشوفكم وجاهيا أكثر بفرجيكم إياه نيجي على المريض هلأ لازم أحدد الففت انتركوستال سبيس وعازي أحدد المد الكلافيكل هاي الكلافيكل متذكرين هاي الكلافيكل بنص الكلافيكل وين هون على الففت انتركوستال سبيس محل ما يتقاطعوا هدول الخطين شو لازم نعمل لازم تكون هناك منطقة الابكس ما أحط إيدي بشعر أن هناك أقوى نبضة بتكون للهارت هلأ الانتركوستال سبيس بتحددوها مع طريق الستيرنم متذكرينها عاستيرن الانجل نعم هلأ شو اللي بيكون في عندكم عندي الانجل شو بيكون مباشرة جنبها شايفينها نعم في عندكم السكن نعم فتحتي السكن شو بيكون السكن انتركوستال سبيس بعدين الثالث الرابع الخامس ذكروني لما أشوفكم في المحاضرة أفرجيكم إياها طبعا ستيرنم بتلاقوا من فوق انزلوا لتحت بتلاقوا في نقطة واحدة فيه زي كأنه يعني قمة موجودة عندكم هاي مباشرة بتحط إيدك على الرب اللي جنبها بيكون السكن رب وتحته بيكون السكن انتركوستال سبيس طبعا مهمة جدا الابكس لأنه أنا قدر أحددها زي ما قلت لكم في ون سينجل بوينت بهذا المكان لأنه إذا هي زايحة على جنب أكثر مثلا رايحة أكثر باتجاه الليفت سايد يعني تروح مثلا هون على معناها إما مثلا الهارت زايد حجمه أو فيه إيش داف شو رايحه بمضيه بهاي المنطقة أكثر أو أحيانا تكون لا في الجهة المعاكسة هلأ في عنده في ناس طبعا بري بري رير لكن هم موجودين في ناس عندهم الهارت بيكون بالمعاكس على الجهة اليمنى عشانك تيجي تدور على الأبكس كان يجيبونا إياهم زمان كان في أكم حالة موجودين يعني يجيبوهم للطلاب في الأوسكي عشان لما تيجي تفحص أنك أنت مش حاسس الأبكس فتدور على الجهة التانية بتلاقيها هون فهو المريض عنده نيكسروكار يعني عنده الهارت بيكون معكوس طبعا عادة بزوء من أناموليز كثار بيكون ومش لحاله بس هو بيكون على الرايت سايد هلأ طبعا كسايز مش يدوب حجمه كتير صغير فقد قبضة يدكم الويت أقل من واحد باوند طبعا زي ما قلنا في منطقة الميدياستينام وبكون جاي شوية عامل على واحد شوي من هون وهون أكثر يعني سوري على الرايت ولفت سايد لكنه رايح باتجاه اللفت سايد أكثر بيكون نايل هلأ عادة لما باجي وطلع على الاتجاه عشانه مايل بهذا الشكل زي ما أنتوا شايفين منطقة البيس بتكون عادة بتكون باتجاه الرايت شولدر وعادة بتكون تحت زي ما حكينا منطقة الابكس زي ما أنتوا شايفين هي رايحة بتطلع لتحت أكثر أو متجه لتحت أكثر باتجاه اللفت هب ماشي وبتكون عاملة على تجلس أو على الدايافرام هلأ هدولا كمان طلعوا أنا هلأ شرحتهم بشكل مبسط وقلنا مثلا أنه الابكس وين أعرفه لازم موجودها وكل هذا الكلام رح تشوفوا كمان شغلات أنه مثلا العلاقة في وكيف أركب الالكتروض وكل هذا الشغلات أنه أنا لازم أكون عارفة هو وين موجود لشان أقدر بعدين أحدد الـ وين بدي أحط الالكتروض تبعيتي اللي بدهم يسجلولي للهارت هون طبعا زي ما أنتوا شايفين هم أخذ لكم شال الأشياء الأمامية يعني من عندي ودخلني أكثر ديب على تبعي حتى أشوفه هاي 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 كانوا اللي هو جالس فيه هاي القاعدة تبعته جاي باتجاه زي ما حكينا هون عادة بطلعوا زي ما أنتوا شايفين هم هاي الورطة والبلمونري وهون القاعدة تبعته هي جالس على هاي الأبكس أكتر شي هي رايحة باتجاه زي ما قلنا لو نطلع على المريض في يعني هي بتكون باتجاه هاي هلا أنا نيجي أكثر ندخل أكثر طبعا الستركشرز هدول هلأ نبلش نحكي عنهم كتير كتير مهمين لأيلي هلا أول إشي بدي أحكي عنه اللي هو الكفر تبعه شو فيه موجود عليك شو فيه حول الهارت فيه الهارت نعم الهو 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 طبعا إني اتعرف عليها ولكم هنا سبعيتها كثير كثير مهم شو فيه في منطقة البركارديام أول إشي كبركارديام شو لازم نعرف إنه عبارة عن ميمبرين سرس ميمبرين محاوط بالهارت ماشي البركارديام كبركارديام طلوا علي هاي أنا هاي العضلة هاي اللي موجودة عندكم هلأ هون أبدأ أطلع على البركارديام ككل الموجود حوالي هلأ البركارديام عنده أول إشي طبقتين رئيسيات شو هنه يلا فيبركارديام وكمان سرس بريكارديام طبعا هدول مع بعض هاي هدول السرس بريكارديام زي ما أنتوا شايفين الفايبرس بريكارديام هاي الطبقة الخارجية جدا يعني لو بتيجوا أنتوا تاخدوا الهارت تشيلوا من أنيمال مثلا ونجي نطلع عليه من الخارج الأول طبقة بشوفها قدامي اللي هو من الفايبرس بريكارديام طبعا هو عبارة عن strong connective تشو ماشي محاوط في الهارت وبيكون لافف حوالين الفيزلز وكمان ايش وتحت فوق الديفرام يعني لأنه محاوط وين بكل إشي حوالين الهارت يعني طبعا لو جيت قلت لكم شو وظيفته أكثر ده يكون حماية بتعلق من خلاله كمان بعمله لأنه عشان هيك هو connective تشو وهو very tough بستركشار هلأ بعدين نيجي للطبقة الدانية اللي هو من البريكارديام اللي هي السرس بريكارديام هلأ عبارة عن برضو folded membrane لكنه هم إشي لازم تعرفوا إنه في عنده طبقتين السرس بريكارديام في عنده برايتر بريكارديام اللي انتو شايفينه هون وفي عندكم الفيزرال البريكارديام ماشي في بناتهم بتنشى اللي هو شو بده أسميه البريكارديام الكافيتي هلأ البرايتر بريكارديام شو شايفينه عامل هو ببطن من الفيبروس بريكارديام هلأ الفيزرال بريكارديام لا طلعوا هو ماشي شو عامل طلعوا شو عامل هذا بيجي بالضبط فوق العضلة فوق المسلز وبكون ماشي حواليها على بيكون طبعا الفيزرال لاير عادة من أي غشاء سواء هون أو ما تحكوا في الأخر البريكارديام اللي في الجسم بتكون طبقة شفافة وملتصقة في الأورغان اللي هي عمالها بتغطيه فهو بيجي كتير كتير قريب من المسلز يعني هم غلفها بما معناه هلأ هذا الفيزرال بريكارديام شو بتكم تسموه الإبيكارديام ماشي فتذكروا دايما كتير رح نحكي على الإبيكارديام الإبيكارديام ما شيف منطقة الإبيكارديام هو عبارة عن الفيزرال لاير لمين للسرس بريكارديام وهي طبقة محيطة في مين في المباشرة بين العبضل بالكارديك مصر اللي موجودة عندهم هلأ تنين مهم جدا أعرف البريكارديا الكافيتي هاد عبارة عن سمول بتونشي الاسبيس وين موجود يا جماعة ما بين الفيزرال في سمول أماونت من إيش بتنشي الفلود هذا الفلود شو مهمته زي البلورار الفلود بمنع نعم بعمل بمنع وهو محاوط في الهار طبعا نتبهوا علي إنه هو لازم سمول أماونت وما يكونش فيه كمية كبيرة منه لأنه هذا الفلود نتيجة مشاكل في الهار ممكن شو يصير فيه يجي علي الفلود أكثر او يصير فيه فلود أكثر هلأ فهمكم للاناتومي هاي العضلة هنا ماشي وهي منطقة الاندوكارليم هلأ رح أحكي للول هنا في هنا الحجرات هلأ لو هذا اللي موجود هنا ضغطه زاد شو بصير يعمل على العضلة هاي دخلها لتشوه أكثر نعم وشو بصير معناها بيقلل مساحة التشامبر نعم بيقلل هاي المساحة وبيقلل من قدرة هاي العضلة على إيش على إنه إنها تعمل هلأ مرات طبعا في درجات قديش البراشر هذا ممكن يزيد هلأ أحيانا بيصير بري هاي براشر لدرجة إنه بعملكم كارديك أرس يعني العضلة بتمطل تشتغل أصلا هلأ هون عشان هيك طبعا في إيش اسمه الكارديك تامبوناد هون بري هاي براشر في كتير فلود في بريكارد الكافيتي بيفقد يعني تماما العضلة قدرتها على الحركة هلأ عشان هيك مثلا هون توب إميرجنس بدك تخفف البراشر الموجود عندك هيك ففي إشي اسمه بري كارديو سنتيسيز بدخله في نيدل بيسحبه يعني طبعا بيكون قاعد تحت يعني قصة الساوند إنه بدخل الكارديولوجست عن طريق نيدل بيسحب شوي من هذا الفلود بيخفف قدر الإمكان بطريقة إنه يخفف البراشر الموجود على الهارت حتى يسمح للعضلة بإنه رلوع العمل وبعدها من شو إذا سبب شو أسبابه أي إشي شو الإشي اللي مخلي الفلود يزيد بهذا الأمكان حتى نخفف أو نمنع حدوثه كمان مرة هلأ كمان الإشي المهم اللي هو لما آجي إذن حكيت الهارت كله مغطفي اللي هو البري كارديوم بأجزاؤه هلأ إذا جيت للوول تبع الهارت زي ما أنتوا شايفين وجيت تطلعت عليه عندكم طريقتين يعني بتطلعوا من من جوه من الجوه الموجود عندكم أو تطلعوا من الخارج هلأ إذا تطلعت من جوه لبرة شو فيه شو بلاقي يلا اللي هي اللاير اللي عاملة إيش هاي بهبارة عن خلايا طبقة من الخلايا بتبطن الحجرات اللي عندكم وبتكم تتخيلوها تطلعوا مش الحجرة بطلع منها هي وهي ماشية زي ما بطن يعني الحجرة اللي موجودة عنكم وشامبرز اللي موجودين عندي برضو هي بتبطن الفيزل فعشان هيك تمتد باتجاه الفيزل وهذا برضو رح ناخده لما ناخد السيريكوليشن إنه اللي بتكون اللي بتكون اللي بتكون موجودة عنكم سواء كان لأرتير أو البينة السيستم اللي هو اللي بتكون موجودة اللي هي عاملة اللي كمان يلا ندخل لجوه أكثر المايوكارديوم منطقة المايوكارديوم اللي هين مين هدولة يعني العضلات نعم اللي هنا الكارديك مصل اللي هي موجودة عندي هون هلأ أنا رح نفصل عنها شو اللي موجودة فيها وآخر طبقة بتيجي عندكم بالخارج اللي هي منطقة إيش بيكارديوم نعم منطقة الابيكارديوم ما شيف هذا الول طبعا إذا من الداخل للخارج في عندي منطقة المايوكارديوم وبعدين بتيجي منطقة الابيكارديوم أو بتطلع عنبر لجو ابيكارديوم ما يكارديوم بعدين بيجي عندي الاندوكارديوم الريجن هلأ كات شامبرز حكيتهم أنا في عندكم فور شامبرز عندي اللي هن الرايت أتريوم وليفت أتريوم وعندي الرايت فنتريكل والليفت فنتريكل وزي ما حكينا شو فيه بيناتهم فيه بيناتهم صمامات هاي هم اللي أنا حكيتهم هدولة ري كانت ما بين الأتريا والريجن بسميهم اللي هن الأتري terminology على الرايت اللي هو وعلى اللي اللي هو بالمونari ما بين الرايت و الـ البلموناري او الريفت و الاوورطة بسميهم سميليون estud هنا فيه عندي اللي هو بالموناري وهنا عندي اللي هو ال curiosity الرايت بيوصحم زي ما حكينا دي اكسيجي الكل راجع من تشو مانلي عن طريق السوبيرر والانفيرر والليفت صايد بوصله اكسوجيناتد ايش وكمان قلنا في عندكم السبتم ما تنسوهاش هاي اللي انا حكيتهم هاي اللي هو بيفصل عن الرايت وهذا السبتم لازم يكون ما فيش اي دفكت فيه حتى يمنع ايش ما يصير عندي شمت ما بين الليفت والرايت صايد ومكسينج الاكسوجيناتد ما عدي اكسوجيناتد بلند فيه كمان عندكم سبتم اللي هو الانتر اتريال سبتم برضو بيفصل من الرايت سايد من الرايت اتريام من ايش من الليفت اتريام حلق انا نيجي للعضلة كتير 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 مهم نفهم العضلة وشو الكمبونانس اللي موجودة فيها دا اسألكم بالبيوفيزيكس انتو اخدتوا الاكشن بوتينشال او اخدنا ترقتولا للعضلات بسبيسيفيك مثلا كارديك مصل سكريتال مصل نيورونال سيلز شغلات زي هيك ولا اخدتوه بشكل عام ايه وبالهيثولوجيا اخدناها نعم اخدتوه كمان بالسيل طيب ممتاز هلا هذا كتير كتير بسهل عليكم هلا اول اشي اسمعوني اول رسالة بدي احكيها انا عندي كارديك مصل سلز مظبوط لكن لو جيت انا طلعت عليهم كخلايا اخدت كل العضلة وطلعت شو فيها انواع من الخلايا ماشي كمصل سلز هدولا بقدر اقسمهم هنه كارديك مصل بشكل عام لكن بقدر اقسمهم لثلاث شغلات اما اتريال مصلز او فنتريكولر مصلز او سبيشيلايز اكسايتاتوري ان كوندكتي مصل فايبر هلا بيجي بقولوا يا دكتورة طب ما هنه كارديك مصل سلز نعم هلا اتريال مصلز او اتريال مصل سلز اللي هنه مين الخلايا اللي وين موجودين في جدار الاتريال في جدار الاتريال في جدار الاتريال هلا هنا صحيح عبارة عن كارديك مصل سلز وبيشبهوا بعض كتير لكن برضو رح تشوفوا في بعض الفروقات في الستركشور الفنكشنز الشغلات هاي رح تشوفوها لقدام بين الاتريال بين الاتريال والفنتريال طبعا عشان هيك بقدر اقول انهم كل واحدة فيهم عندها نوع معين من الكارديك مصل سلز النوع الثالث هذا برضو نقطة مهمة اللي هنه الاسبيشيلايز اكسايتاتوري ان كوندكتف مصل فايبر هنه اي س اي نود والاي في نود والاي في بندل يس هدول الاس اي نود والاي في نود والبندل برانش والرايت وليفت بندل برانش والبيركنجي هدول عبارة عن طبعا هون نتبهوا دايما على الكلمات لانه هون صار في مصطلحات جديدة اكسايتاتوري ان كوندكتف شو يعني اكسايتاتوري معناها بتقدر تعمل اكسايتاشن من حالة بتعمل اكشن بوتنشال وكوندكتف شو بتعمل في الاكشن بوتنشال بتوصل بتوصل ماشي هلأ لدي اركز لكم عليها ولازم ما تنسو الشي لما اجي اقول لك الكوندكتف هي عبارة عن ايش هي عبارة عن هي عبارة عن هي عبارة عن صار فيها ايش اكتسبت خسرت ما فيش عندها لا اكتين ولا مايسين وكتسبت خصائص تشبه لكنها عبارة عن ايش عبارة عن فايبرز ماشي فهي جزء يعني من الكاردكتف اللي هو اول ما تشكل منها الهارت لكن ايشي صار اتريال مصل واشي صار واشي اكتسب هاي الفصائص انه خسرت الاكتين والمايسين وكتسبت خصائص اكثر يعني تشبه نيورونز فيها فصارت عبارة عن اكسايتاتور ان كوندكتف مصل فاربرز هلا الاشي التاني برضو فيه مصطلحين رح يمروا معكم اللي هو كلمة سنسيشيام شو معنى سنسيشيام يعني خلايا مندمج مندمج عندها بتشتغل كوحدة واحدة لانه عندكم فكرة بسيطة عن الهارت لما بعمل مين بعمل اتريال مصطلحين اول الاتريام ولا الهنتريكل الاتريام وضخ الدمات اللي عنده باتجاه الهنتريكل وبعدين الهنتريكل بعمل الهنتريكل هلا فالتو اتريا مع بعض بيشتغلوا together والتو مع بعض بيشتغلوا مع بعض كوحدة واحدة يعني مجرد ما توصل الاشارة الهنتريكل التنين رح يتوصلهم تتوزدع الاشارة مع بعض ويعملوا وفي التو اتريا نفس الشي هلا شو اهمية هذا الكلام وكيف بحصل يلا اقولوا لي همية التوافق في نقل الدم نعم وزيادة الفورس كما لما يقضوا نعم بشكل كامل together والتنين شو مصدره مصدر الاسينود نعم نعم اللي هنا مالي شو اللي موجود فيهم يعني هي مصدر الاشارة هي بلشت الاشارة بس مش هي اللي بتخلي التو اتريا او تو فنتريكلز يشتغلوا together وجود على الديسك اللي موجود بين الاجاب جونكشنز وتذكروا موما تشوفوا الاجاب جونكشنز ذكروا انه في الاجاب انه مجرد ما توصل الاشارة على تبلش في الاجاب 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 بتصير الاتريال بصير تنقل الاشارة من واحدة للتانية عن طريق الجاب جونكشن يعني انا مش بالضرورة اوصل الاشارة لك يعني اللي طلعتني الاس اي نوت لكل بحد ذاتها لا انا بوصل لمجموعة والباقيين بنتقلوا بعضيهم البعض وبالتالي بعملوا طبعا نتيبوا على كلمة بشتغلوا together عشان هيك بعملوا ايش اللي هي انه بيغطبط مع بعضيهم البعض وبشتغلوا كسنسيشيان ليش لانه هل ممكن ما يشتغلوا مع بعض ببعض الات في بعض الامرات طب لو اجيت سألتكم شوفوا كيف هلأ هنا ننبلش نبني شغلات انا فهمت انه لازم يشتغل كوحدة واحدة وهدفها زي ما قلت لكم بتزيد الفورس والأفكتف الناس تبعوا بيشتغلوا متناغمين زي ما حكيتوا والمسؤول عنها الگاب جونشنز هلأ افترضوا انهم ما اشتغلوش مع بعض الاتريام مثلا في اجزاء اشتغلت وجزء لا او كل جزء منهم اشتغل لوحده شو بيصير في البنب طبعتهم كاكتيفتي بقل الاوتبوت اه بقل اللي بتلع منه الفورس ماشي طب وزا برضو نفس الشي شوفوا كيف لقد نصير نبني شغلة وردتاني الاتريام كل الدم اللي بيجي لإله وبنزل على اله اللي بضخه هو القوة الانقباض ولا في اشي بيعبي بس نتيجة فرق براشر في نتيجة فرق براشر نعم هلأ عشان هيك هلأ عدم الانتظام رح نستخدم مصطلح لقدام نقول فيه رفة كل جزء من الهارت عم بيشتغل لوحده كأنه سوري مثلا من الجدار الاتريام خلينا نحكي أو من الهارت هلأ إذا حصل الاتريال يعني عدم الانتظام كان في الاتريام سؤال لكم بتقدروا تعيشوا وخصوصا إذا مش كتير عدد النبضات يعني بقدر عيش ليه لأنه في جزء من الاتريال بارك يعتمد على الفورس تبعتكم هاي صحيح رأخ خسرها يعني ممكن إذا أنا تقريبا عشرين في المية من الفيلنج للفنتريكل باعتمد على انقباض الاتريام لكن لو إجيت قلت لكم الفنتريكل في كيف بطلع الدم من الفنتريكل باتجاه الورطة والبلموناري نحتاج لكل انقباض رح يكون قليل في بتالي الانقباض شو بصير فيه دم بضيطلع فيش دم بضيطلع عشان هيك عادي جدا تشوفوا مريض عنده وماشي بالشارع ما فيش عندي اي مشكلة عنده مشاكل في قوة الانقباض وممكن عنده مش كثير الدم اللي بيروح وهذا لكن كنورمان لايف يعني هيك انه ما بده كثير ممكن يعيش فيهم لكن لو مريض صار عنده فنتريكل فبريل شوفوا شو ماشي بيكون ارست المريض او عنده سينكو بليه لانه إذا فنتريكز بلش معناها الاوتبوت بيصير جديره منه لانه الفورس اللي رح تطلع العضلة كل جزء منها عماله بيشتغل لحاله بالفنتريكل والتالي الاوتبوت رح يكون قليل تنين هاي اول مصطلح كلمة سينسيش وشوفوا كيف اهميتها هلأ في عندكم كارد ريدميسيتي شو يعني ريدميسيتي يعني في ريدم محدد في قاع في قاع شو معنى كونتينيواس وضعو تستمر نعم سكسيشن متتابع متتابع متتالي بالحق وبعض طبعا هاي النقطة مهمة وجود اللي انتو حكيتوها زي الاس اي نود اللي هي عادة النورمال بيسميكر اف ده هار هاي بتظلها تعطي ايش اشارات فشو بيعمل بايش بتوصل اول اشارة بتروح للأتيام للفنتريكل بيعمل ترد تبدأ كمان واحدة كمان واحدة فشو مالهم بضلهم بشكل كونتونيواس وتتابعات طبعا فيهم يلقلهم مهم لان برضو ازا صاروا مش كونتونيواس ازا بطلت تعطي غيرها بلا ما بصير في عندي مشاكل هلا كمان بدي اضيف كلمتين الثانيات في كلمة اكسايتاشن او اكسايتابل سيلز او اكسايتابل تشو وفي ايش اللي هنا تشو اللي عندهم اوتوماتي سيتي او اللي ان الاطونوم شو معنى اكسايتابل تشو او اكسايتابل شو اسمه conduct can بقدر يعمل action potential هلا است يعني اكسايتابل تشو نعم ليه لانه önem ايش شو protagon طيب طب هل هارت عنده اوتوماتي سيتي شو معنى اوتوماتي سيتي من الحاله يعني. نعم. انه تبلش الاشارة من نفسه. يعني مثلا. لكن هم مالهم مش اوتونوم هنا. لانه مبلشوش اشارة من حالهم. بدهم نيورونات تيجي تغذيهم. هلا المسل سلز شو مالها? اوتونوم. اوتونوم. تقدر معناها شو تعمل? تبلش اشارة من نفسها. ماشي? هادي برضو ديروا بالكم عليها. اوتوماتيسيتي. او انه ايش اكسايتابل. تشو وللا. ماشي عنده هاي الخاصية او هاي. هلا. اتنين. ناني يجي للكاردك مصل فايبرز اللي موجودة عندكم. يجينا اتطلعنا واخدنا العضلات اللي موجودة عندي. انا عندي كاردك مصل زي ما انتو شايفينهم. شو مالهم؟ سترياتد مصلز. بكون عاملين لاتس وورك ستركشر زي ما انتو شايفينها. تمتد بتعدين تتفرع من هون. بترو تروح تعمل يعني connection مع other cells. فعشان هيك زي ايش الشبكة اللي انتو شايفين عاملينها. هلا هاي العضلة في مميزات لالها ممنوع انساها. الاولى مدامها سترياتد معناها شو في عندها؟ شو اللي بخلي العضلات سترياتد؟ الساركومير اللي فيها تأكتين وميزين. نعم. الساركومير اللي بيحتوها على أكتين وميزين. نعم. موجود الساركومير. هديروا بالكم. لو قالت لأكتين وميزين لحالها بقولها لا. مش لحال الأكتين. يعني السموت مصل عندها أكتين وميزين. بس مش سترياتد مصل. وجود الساركومير اللي هي استاكشرة الأرينج من تبعة الأكتين والميزين. ماش ولا رح نشرحه. هلا كمان زي ما انتو شايفينهم الخلايا شو ما لها؟ فيها ون نيوكليس. كمان. برانش. ما انها نعم. برانشت كمان. نعم برانش صحيح. طبعا هذا البرانشن اللي هي بتعمله. بتتحد مع غيرها من الخلايا. وبعدها بترد كمان مرة الخلية التانية تعمل البرانشن وهيك. هذا لما يجوا كلهم يعملوا كونتراكشن مع بعض. شو بيعملوه؟ بزيدوا الفورس اللي رح يطلع جوه لها. هلا الاشي التاني المهم عندها طبعا مما اندو حكينا سترياتد. معناها عندها الاكتين وايش. والمايوسين كفلامنس. زي ها زي السكريتا المصل. معناها بتعمل كونتراكشن في السلايدنج ميكانيزم اللي اتعلمتوها اكيد بالبيوفيزيكس ونحن رد نحكيها. معناها بدها كالسوم وبدها اي تي بي حتى تقدر تعمل كونتراكشن. كل هذا الكلام السيمبل اللي انتو اخدتوه قبل. الاشي التاني المهم هون عندي بالصورة تشوفوا هدولة الخطوط اللي موجودين عندكم. شو هنا هدولة؟. انتركليتد ديسك. انتركليتد ديسك. هدولة شو ما لهم؟ عبارة عن ايش؟. في الوفكاب جنكشن. نعم عبارة عن هنه كستركشن شو الانتركليتد ديسك هدولة عبارة عن ممبرين؟ ممبرين. ممبرين. عامل جنكشن ما بين خلية هاي و الخلية هاي. هون بين هاي وهاي بين هاي وهاي. هلا هذا الانتركليتد ديسك اللي موجود عندكم هون كتير 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 مهم انه شو فيه؟. عشان هيك اللي حكيناه طلع شايفين هاي مجموعة وهاي مجموعة هاي هون الخلايا مجمد ما أنا أوصل الإشارة لهاي مش بالضرورة الإشارة أنا من البدء تبعي أوصله هون مجمد ما تيجي الإشارة هون رح تنتقل للتاني عن طريق الجاب جونكشنز اللي موجودة عندكم هون اللي هي عبارة عن بسمح بمرور الايونز بين السلز اللي موجودة عندكم هون فمثلا دخل الصوديوم هون بيعمل ديبولاريزيشن رح يرفوت عن طريق الجاب جونكشنز الخلية التانية وبرده يعملها تعمل ديبولاريزيشن وعشان هيك وما تشوفوا ايش جاب جونكشنز معناها فيه سينيكرونايز اكتيفتي فيه سينيكرونايز ديبولاريزيشن وبالتالي رح يلحقوا كونتراكشن وهيك رح يصير عندي هاي فورس رح تطلع عندكم عشان هيك من اللي بميز العضلات اللي هي الكارديك والسموث مصل الشيهتين عندهم برضه جاب جونكشنز عشان هيك في هاي النقطة السموث مصل بتشبه الكارديك مصل انه في عندها ايش في عندها الجاب جونكشنز هلأ عشان هيك نندخل شوية نتذكر ندفل الستركشر تبعيتهم لانه هدول برضه كتير كتير مهمين انه كميوفايبرلز طبعا نعرف انه عندها كتير من الميوفايبرلز الموجودة عندكم لأيجينا اخدنا واحد من هدول الميوفايبرلز اللي اطلعنا عليه شو بتلاقوا فيه هاي الستركشر تبعه شو بتكونوا شايفين في عندكم ايش مايوسين وايش واكتين واكتين ماشي هدولة طبعا عبارة عن بوليومرايز بروتين مولوكيولز اللي هنه بشكله ايش الساركوميرو هلأ بدنا نتكلم عنه هلأ انا اذا اخدت الفايبر هذا شايفين اخد واحدة منهم طبعا اما بتقولوا مسلسل او بتقولوا مسلفايبر نفس الشيه كلمة مسلفايبر هي يعني مسلسل سينجل مسلسل هلأ اول اشي نتطلع عليهم خلوا الصورة هي تحكي لكم لو اخدتوا هاد الفايبر شو لاقين فيه فيه الوان شايفينهم مناطق فاتحة ومناطق غامقة مناطق فاتحة ومناطق غامقة وهذا عشان ايك اللي بيخليه تحت المايكروسكوب بتشوفوه انهم شاهدنا هدول المناطق الغامقة والفاتحة الموجودة عندكم الفاتحة اكتين نعم والغام قميوسين مع اكتين شوي مع اكتين نعم هلأ طلعوا تعالوا نفتحها ناخد اللي هنه ترتيبهم جوا طبعا كل واحد من المايوفايبرز فيه تقريبا حوالي 1500 اكتين مولوكيولز و 3000 تقريبا سوري المايوسين و 3000 من الاكتين تعالوا تطلع عليها يلا شو شايفين هون هادول اللي بالوسط اللي هنه المايوسين اللي هنه هدول ايش اسمهم منسميهم كمان thick filaments وشو في عندكم هدول هون اللي موجودين هون على الاطراف هدول همين اللي هنه الاكتين هلأ هون اللي هو الزيد لاين شو هو الزيد لاين هو المكان اللي الاكتين والمايوسين شو بروحوا بيعملوه بثبتوا حالهم فيه هلأ اول اشي ما تنسوا انه شو بتحدد الساكرومير ماشي هذا الساكرومير اللي موجود عندي اللي هو ديروا بالكم على الكلمة ذا اللي موجودة عندي في المصل يعني هي كستركشور متشكلة منه وكفنكشن هو اللي بدي خليها تشتغل كعضلة هلأ اول اشي هاي الاكتين اللي هنه الثن فيلمنس هاي هم زي ما انتوا شايفين مباشرة رابطين في الزيد لاين وفي عندكم الثن فيلمنس اللي هنه بالوسط هدول اللي هنه المايوسين في بروتينات بتربطهم في الزيد لاين اشهرهم بعرفش زمر معكم ايش اسمه التتين تعرفوا التتين لا شكله بيكون زي سبرينج زي زنبرك ليش لانه طول الساكرومير ثابت طول الساكرومير لا لا عشان تقدروا يا اما اذا انتوا ابعتوا الساكرومير عن بعض بانضغط هذا الزنبرك بانضغط على بعضه واذا انا بدي يعني اضيق الساكرومير اقصروا شو بيصيروا يعني بشدوا برخي بما معنى حتى يسمح لها انها اما تبتعد اذا انا بعدتها برخي واذا قربتها بسكرها يعني بسكروا هذا الزنبرك اللي موجودة عندي الانضغط اللي احنا حكيناهم اللي هنه هدول اللي موجودين عندكم هون طلعوا هاي المنطقة اللي موجودة عندكم هون الانضغط اللي فيها بس اي سوري اللي فيها بس اكتين هاي منطقة بتكون light تحت المايكروسكوب هاي بسميها اللي هي الاي باند هاي المنطقة كليات هاللي موجودة هون في الوسط اللي فيها اكتين وما يسمين شو بسميها ال А باند ماشي وهاي اللي بتكون عادة برضو دارك في منطقة كمان في الوسط هون أسموها law شايفينها هاي شو فيها هاي بس بس ما يسين وهون في الوسط اللي هو نصف منتصف الساركمير بسميه ماشي هلأ هذا الساركمير أول نقطة لإلنا هل طوله ثابت لا طبعا طوله وهذا رح نشوفه لقدام كثير مهم أعرف فيه إشي اسمه فيه طول لإلوه هنا إذا وهي قبل ما تعمل كان الساركمير على لما تيجي تعمل تعطيكم أقوى فورس طبعا كلامي هذا بنطبق في الاسكليتر وفي الكاردك مصل سيلز ليه؟ لأنه رح نشوف لقدام إذا الساركمير انتو كتير شادينه يعني تخيلوا هاي رايحة لهون وهاي رايحة لهون فيه أكتين يربط مع المايوسين لا فبرضو الفورس كونتراكشن ده تكون قليلة تنين لو انتو مقصرين أكتور الساركمير يعني هدول هاي شايفين هالأكتين صارت فوق الأكتين هاي يا تخيلوا زي كأنه الأكتين والمايوسين أصابع يدكم ماشي تخيلوهم إذا انتو بعدين كتير الأصابع عن بعض فيش شي يرتبط وإذا هن الأصابع كتير قريبات بعض ما هنه قردي يعني جايين فوق بعض كده يعمل كونتراكشن وهو الساركمير بيقصر وهو أصلا الساركمير قصير جدا فما رح تقدر تعمل برضو مش رح حعطيني فورس أوف كونتراكشن عشان هيك أفضل إشي يكون الساركمير على الأوبتيمال لينكت تبعته هلأ دقاجي إيش أفصل أكثر كل الفايبر اللي موجود عندكم هنا هلأ قلنا الآي باند والأي باند ما تنسوهم بس هون لأنه ذكرهم هون هلأ رح أحكيهم أنا أكثر شايفين هدول النقاط هدول الأشياء الصغار اللي طالعين من المايوسين هدول اللي بسميهم المايوسين هدول اللي بساميهم المايوسين هدول اللي بروح يرتبطوا في إيش الأكتين هلأ والz line ما تنسوش اللي هو بعمل اللي بتعمل فيه attachment اللي هنا الأكتين وإيش والمايوسين هلأ هاي الساركمير انتبهوا هاي الز لайн زي ما انتوا شايفين هاي الصورة اللي هي من تحت لما طلع عنا تحت المايكروسكوب هاي الآي باند اللي هنا على الجهتين من الز لайн اللي هنا فيهم بس أكتين مباشرة بعدين بشوف اللون غامع كثير اللي هو الآي باند اللي فيها أكتين ومايوسين وهنا في الوسط اللي هي هاي فقط شايفينها جاية شوية أبهت من هاي اللي فيها ايش اللي هي ما يسين لحاله وهنا هذا اللي بالوسط هذا الخط اللي هو عبارة عن ايش اللي هو الاملين وهاي الصغيرة الفاتحة اللي هون اللي هي عبارة عن الاتش زون هلا اللينك زي ما حكينا يعني مش ثابت لإلوه هون أعطاكم مثلا حالتين هون بقولكم العضلة الريلاكس اتطلعوا كيف هاي هم الاكتين يا دوب بس طابين في بعض وهي المايسين هون انهم يعني مع معناها مش دود سوري مرخي شوية الساركومير كطول هلا لما تعمل العضلة كونتراكشن بالايش بالسلائنج ميكانيزم أوف كونتراكشن اتعلمتوها التوزيد لاينز بيقتربوا على بعض فشو تطلعوا شو صار في الاكتين صاروا من التو سايتس الاكتين فايبر صار عبارة عن ايش عاملين أوفرايدنج لبعض وبالتالي هون قصر الساركومير ماشي هلا بنهي في الثيك فيلمنس وبعدين بطلعكم من بريك هلا انا نيجي لانه في خصائص معينة في الفيلمنس هاي انا بتعنيني اني انا اعرف شو اللي موجود فيها هلا وجيتوا اخدتوا الثيك فيلمنس اللي هنه مين المايوسين اللي هو هذا شو شايفين فيو فيو سب يونت شايفين هم السب يونت اكم سب يونت عندو اربعة طلعوا في عندو هيفي تشينز اللي هنه هاي هم هدولة الحمر والزرق في عندو فور لايت تشينز ماشي شو شايفين هم هدول الهيفي تشينز هون شو عاملين انتر ويندين اه بلفوا حوالين بعضيهم البعض شو بيعملولك يا احمد او لمين اللي حكا التيل اه بيعملولكم التيل لهدول الهدول المايوسين اللي موجود عندي هون الفيلمنت يعني هلا بعدين لما توصلوا هون على الانت بعيدهم شو بروحوا بيفصلوا شوي عن بعض هاي واحدة من الهيفي تشينز وهان التانية هدولة هاد الهد مع هادولة التولى تشينز اللي موجود عندكم هون هون شو بدي يشكل لي هد اللي هو المايوسين هد ماشي هلا هاد المايوسين هد انتبهوا عليه هلا اول اشي في عنده خصائص ممنوع تنسوها المايوسين هد شو بنسميه عبارة عن المكان نعم او الاشي اللي هو بدي يروح يرتبط في الاكتين عنده نقطتين رئيسيات عنده ATBAs activity وعنده كمان ايش اكتين binding site يعني هذا الهد اللي انتو شايفينه ورايح موجه حاله باتجاه الاكتين عنده قدرة انه يرتبط في الاتب ويحطمه لانه عنده ATBAs activity وبالتالي في المنطق رح يسخدم هاي الطاقة من تحطيم الاتب هاي في الcontraction في عملية التلتينج او الباور ستروك اذا اخدتوا هذا المصطلح في البيوفيزي الاشي التاني عنده هو البايندينج سايت للأكتين يعني من خلاله انا فيك ما يصين بايندينج سايت على الأكتين وهو عنده الاكتين بايندينج سايت فلازم هو يشوف البايندينج سايت اللي لقله على الأكتين ويرتبط فيها هلأ هدول اللايت شينز اللي موجودين عندكم هون برضو يعتبروا جزء من الهيد معظم الدراسات بتشير انه إلهم شوي بتحكموا في قداش قدرة هدول الهيدس انهم يرتبطوا ويفكوا هلأ الاشي التاني كمان انتبهولي بس على الصورة هلأ طلعوا كيف هون في هينجز هدولة زي فصالة الباب بربطوا اللي هي مكان ما ترتبط هدول الهيدشينز ايش الهيدس تبعيتهم مع ايش مع التيل هلأ طبعا التيل لما انتوا تجيبوا اكثر من فايبر مع بعض او اكثر من يعني فلمنت مع بعض بيشكلوا لكم اللي هو البضي شو اهميتهم هدولة طلعوا كيف المفصل اللي هي رابطة فيه لها تسمع مع البضي طبعا ما يسن اسمح بالستروك اه يعني بسمح ايش كيف يعني الستروك قصدك انتسمح بالحرك نعم لازم تعرفوا بيقدروا يتحركوا باكثر من انجل ماشي؟ لانها هون هي حرة عندها في كيف ما هي تيجي ترتبط في الاكتين وتشده لوسط الساركومير هاي طبعا عشان هيك كتير كتير مهمة انه هاي هذا الاتصال هاي الزاوية في الاتصال انه عندها اكثر من اتجاه في هون في هون في اي منطقة موجودة على الاكتين طبعا انتوا لما على المايوسيمسوري هلأ انتوا لما تشدوا الاكتين باتجاه الوسط الساركومير وبتقدر انه في اكثر من زاوية تصير عملية الشد بحسب الوريينتيشن تبع الهدس الموجودة عندكم شو بيصير بالفورس أوف كونتراكشن؟ نجيب الماكسيمال فورس اه تعطيك ماكسيمال فورس عشان ليلى انه انا بقدر يعني انا صحي ده اشده للوسط لكن باي انجل كان هو وين باتجاهه بالنسبة اللي مع الهدس الهدس قادرة تكون بهذا الاتجاه وبالتالي كلهم رح يشتغلوا مع بعض ورح يجزيدوا الفورس أوف كونتراكشن طبعا هذا الحكي كتير مهم خصوصا لما بحكي انا لفت سايد اوف ده هار انتوا متخيلين قديش الدياستونيكي براشر في الورطة متذكرين؟ قدي اضغطكم الطبيعي؟ ثمانين حوالي مية وعشرين على تسعين مية وعشرين على ثمانين فالدياستونيكي براشر في الورطة اللي أنا لازم اتعداه عشان افتح الصمام في الاورتيك فالب اللي بين الليفت فنتريكل والورطة حوالي تسعين ثمانين فهذا بدها فورس قوية من العضلة الموجودة عندي حتى تقدر توصل له لهذه القوة وتتعدها وتعمل الاجيكشن للبلد فطبعا في عدة شغلات منها القاب جونكشن السينسيشيام منها شغل قدرتها على استهلاك الاتي بي واستخدامها تمزل لبطاقة منها كمان اللي هي الوريينتيشن للفلامنت إذن عندي التيل وعندي إيش الهيتس تبعيته التيل لما من أكثر من فلامنت معناها بيصير عندي عبارة عن البضي اللي موجود عندكم وهدولا بدهم يشكلوا لكم إيش اللي هنا الفروس بريجز أو الميوسين هيتس اللي بتكون دائما موجهة حالها زي ما إنتوا شايفين باتجاه مين باتجاه الاكتين عادي أخلص الستركشور بعدين أطلعكم بريك ولا خلص بتكون تطلعوا بريك معاي خلص معناها بتكون تطلعوا بريك مدام ما جاوبتوني طيب تن مينتس وخمسة نرجع إن شاء الله معاي شباب صبايا وخمسة بعرف شوية ممكن فيها كتير شغلات عمالنا بس يعني شوي شوي بتخفي الأمور بتلاقوا حالكم صاروا هدول في المعلومات عندكم وبتصيروا تبنوا عليهم تن مينتس ومنرجع شكرا 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 اسلام عليكم الميسين الموجود عندي. لو اجيت يعني بدي افتح هاي اتطلع شو فيه داخلها اللي هن هدولة مجموعة من هدول وصاروا اكتر من واحدة مربوطات مع بعض فعملو لك اللي هو البضي هاي البضي اللي موجود عندي هون وهون طلعت اللي هن الهيدز اللي جايين من الفيلمنت هدولة هلا هاي الهيدز وهي بتتصل هون شايفها مع القاعدة تبعتها اللي هي شو دا تشكل التيلز اللي عملت لي اللي هو البضي. هون هذا الاتصال عنده ماشي عنده زوايا اللي هي عاملة زي كأنها الزاوية هاي اللي هو بتتصل فيها مع البضي عاملة زي اللي هي الهينجز اللي هنا زي فصلت الباب بالضبط. هلا لو سألتكم الباب شو بيعمل لما انت بتيجي مثلا بتحركه تقدر تفتحه وتسكر فيه فهو في عدة يعني الانجل تبعته اكثر من اتجاه او بتفتحه نصف فتحة ربع فتحة بتغلقه بشكل كامل هلأ هاي الزوايا اللي هي بتتصل فيها في البضي عندنا اكثر من انجل يعني كل واحدة فيهم حسب المكان تبعها والوريينتيشن ل الهيدز هدولة وين هنه كيف متصلين في المايوسين فيلمنس اللي موجودة عندك هلأ لما تيجي تخيل هاي المايوسين هاي بنترتبط في الاكتين هاي اللي موجودة حواليها هلأ لما تيجي تشد بتتعمل السلايدنج لإله لهذا الاكتين على وسط الساركومير هلأ تخيل انه انت عامل اكثر من اوريينتيشن لإلها يعني فيه جزء مثلا طالع للأعلى زي ما انت شايفه هون فيه اشي نازل للتحت فيه اشي زاويته مثلا هيك زاويته اكثر رايحة لهناك زاويته اقرب شو بيصير في الفيلمنتس هاي لما تقترب من الاكتين اول اشي معناها وينما كان الاكتين هي رح تقدر شمالها تتجه حالها باتجاه لأنها عندها عدة زوايا تنين لما تيجي تعمل كونتراكشن شو بيصير الفورس اف كونتراكشن متخيل انتك بتشد فيه باكثر من اتجاه شو بيصير في الفورس اف كونتراكشن بدها تزيد يعني اه بدها تزيد عشان اقرب لكم اياها اكثر درسته اخدته انا تمي ابدومين قاعدة مش ما اخي صراحة طيب اخدته بشكل مبسط لو اجيت قلت لكم جدار الاورغانز عادة زي مثلا مصل لاير شو بتكون مرات وقل لك عندها اوبليك لونجتيودينال سبايرال هاي الاورينتيشن للعضلة ماشي اذا بتكم هذا الوال تبع الجدار للمصل زي مثلا الجي اي والاستومك هلا الاستومك بتختلف عن الاثر بارتس من الجي اي سيستم انها بدل ما عندها بس طبقتين يعني من الخلايا المصل كاورينتيشن عندها ثالثة ماشي هلا اذا انت بدك اياها تعمل force of contraction اكثر ماشي خلي كل العضلات في اتجاه واحد ولا في اكثر من اتجاه باكثر من اتجاه باكثر من اتجاه طيب اذا كانوا مثلا واحدة عندها طبقتين في اتجاهين والتانية عندها ثلاث طبقات في اتجاهات مختلفة مين اللي رح تعطي force اكثر طبقات اللي ثلاث طبقات هلا ليه لانه كل واحدة رح تشد وتعطي force باتجاه معين الثلاثة مع بعض رح يعطيك قوة اكبر هلا هون نفس القصة هي لما ديتيجي ترتبط في الاكتين هي موجهة حالة باتجاهه عندها اكثر من زاوية وبالتالي كأنك دك تضمن انه وين ما كان الورينتيشن تبع هذا الفايبر هي قادرة انها تتصل فيه وتعمل contraction وبالتالي رح تزيد الفورس اللي موجودة عندها وصلت يا محمد اه اعتمد شكرا دكتور يعني اهم اشي تعرف انها هي هون حرة في قديش كيف الزاوية اللي واصلتها في مين في البضي اللي موجود عندك في عندك اكثر من زاوية هلا بنا نيجي لا الاكتين ماشي هدول انتبهوها برجع وبقول هاي التيل هدول عملو للبضي وهدول الكروس بريجل او الميوسين هيتس وقلنا عندهم اي تي بيز اكتيبيتي وفي عندهم مكان بقدروا من خلاله يرتبطوا فيه مع الاكتين الميوسين هيتس دايما موجهة حالها باتجاه الاكتين فيلمنتس لكنها ما بتكون رابطة فيه هلأ لازم نعرف ليش هلأ الاكتين هو الكنتركتال بروتين عادة فيه اشي مسميه الجي اكتين وهذا اهم اشي تعرفولي فيه انا ما برح ادخل في التيل سبعيته انه فيه الميوسين ايش بايننج ساعت موجودة عليه هلأ فيه اشي مهم اللي هو غير الاكتين في الثين فيلمنتس فيه اشي تاني اللي هنه التروبومايسين واش والتروبونين وهنا ركزوا معاي فيهم هلأ هاي الاكتين زي ما انتو شايفينه هذا اللي هو باللون الفاتح جايب لكم هلأ انا نيجي للتروبومايسين شايفين التروبومايسين هذا اللي في الزهر الغام هلأ الاكتين قلنا عليه البايندينك سايف تاعت الميوسين اللي هنه مين هاي هؤلاء النقاط السودي اللي موجودين هون على الاكتين هلأ التروبومايسين شو رايح عامل خير التروبومايسين كأنه بلف حوالين الاكتين شو بروح بعمل بالبايندينج سايتس هاي بيخبيها بيظهرها شو بيعمل بيغطيها بيعملها ماسكين بيسكر عليها ماشي هلأ معظم الدراسات بتقول بشكل فيزيكل يعني بس لأنه وجوده في هذا المكان مغطي عليها في دراسات لأ بتقول ممكن يكون في انتر اكشن معها بشكل دايركت ما بعنيني أنا المهم إنه أنا بعرف لما تروبومايسين وجوده في استر اكشن دورينج ريست هاي البايندينج سايتس بتكون مخبية عشان هيك حتى لو المايسين هيتس مدت حالها باتجاه الاكتين ما رح تشوف البايندينج سايتس وبالتالي ما رح تقدر تعمل كونتراكشن هلأ أنا أكمل الستر اكشن تابعي عشان تكتمل الصورة هلأ أنا عندي كمان اللي هو تروبونين تروبونين يعني هدو برضو ثن فيلمنس فيه عندك الاكتين والتروبومايسين والتروبونين تروبونين بسموه تروبونين كومبليكس إنه أكثر من البروتين فيه ثري بروتينز موجودة بتكون من التروبونين وعالة بتكون موجودة على التروبومايسين زي ما انتوا شايفينهم في أماكن معينة التروبونين عنده ثري كومبوناتس هدولة ممنوع تنسوهم هدولة منك إذا فهمتوهم تفهموا كونتراكشن لقدام تفهموا أدوية كتير شغلات مهمة بتعرفوا بعدين شو يعني كتير اشي مربوط فيه تروبونين في عندك تروبونين i وتروبونين t وتروبونين c التروبونين i برتبط في الأكتين طلعوه هذا الموجود اعتبروا لو مثلا هاي الى بتكون رابطة في الأكتين ويعتقد انهائلها inhibitory effect على الأكتين عشان هيك بسموها i من inhibition هلأ في عندك التروبونين t التروبونين t شو عامل برتبط في مين في التروبومايسين تروبونين c هذا بقدر يربط الكالسيوم بقدر يربط ويفك الكالسيوم حسب قديش كمية الكالسيوم الموجودة عندكم هلأ انتبهوا معايا دعا رجع على الصورة هاي الميوسين هينتس موجهة حالها دائما باتجاه الاكتين فيلمنتس بتقدر ترتبط فيهم لا البايندينج صارتنا منخبه لا لأنها مالها أنا دقيتها شوي بس عند شوية زعاج بدي أسكر ليش يا أحمد يلا البايندينج صايت مختفي مختفي هي مش قادرة تعمل أي إشي لأنه ما في بايندينج صايت هلأ لما يصير عندكم دي بولارايزيشن وآكشن بوتنشل ويبلش يدخل الكالسيوم على جو الخلية ماشي هلأ هون للصورة شو بيعمل الكالسيوم برتبط بالتروبونين سي اللي هو أيش خاص فيه اللي هو برتبط أصلا في الكالسيوم لما يرتبط التروبونين سي مع الكالسيوم شو بيصير عندكم هاي العملية هاي الـ اللي حصلت بتخلي التروبو مايوسين يعمل ايش structural changes بيصير عندي فالتروبو مايوسين اللي موجود عندكم هون اللي كان مغطي الـ بايندينج صايت تبعت الميوسين على الأكتين شو بيصير فيه بيبعد عنها شو بيصير في الأكتين بايندينج سايت تبعت الميوسين تظهر تظهر البيوسين هاتس دائماً موجه حالها بتجاه الأكتين بتشوف في البايندينج سايت شو بتعمل ترتبط فيها ماشي شو بيصير بتعمل التلتينج هلأ رتبطت فيها تستخدم لأ رح أفرجيكم أرد الصورة الإنرجية اللي موجودة عندها اللي خزنتها نتيجة الـ ATBS activity تبعيتها بتشد ها ارجع للساركومير شوي هي كانت زي ما انتو شايفين اتخيلوها هون موجهة حالها باتجاه الاكتين لقت الاكتين بايندنج سايت تبعيدها فشو بروح بتعمل بتشد الاكتين هذا باتجاه الوسط وهذا الاكتين باتجاه الوسط فشو بصير بقصر الساركومير وهون بتعملكم اللي هي الكنتراكشن هي صادق ميكانيزم او كونتراكشن وتعطي لكم الفورس اللي انا بدي اياه علشان ازيد راح نشوف لقدام لبرشر جوه الفنتريكلز ولا الاتريام وبعدين ابلش عملية ايش الضخط هلأ عشان هيك طلعوا كيف هلأ بننعمل ننطبق على القاعدة اللي انا فهمتها without calcium فيه كونتراكشن نعم بيكون في حالة صح عملة تكوز ريلاكسيشن شو لازم تعملوا لازم تشيلوا الكالسيوم صحيح؟ صحيح ضل الكالسيوم موجود ضل عملة كونتراكشن ازا ضل فيه كالسيوم فترة اطول من الطبيعي ازا انت قدرت تخلي الكالسيوم فترة شوي اكثر من ما عادة بيضل شو بيصير في الفورس اف كونتراكشن؟ بيزيد بيزيد طبعا هاي كل واحدة لها ابليكيشن بدي اعمل ريلاكسيشن هلأ راح ااخد اكسيتيشن كونتراكشن كابلين اذا كتعمل ريلاكسيشن لازم تشيل للكالسيوم ده افهم كيف بشيل الكالسيوم خليني الكالسيوم جوه شوي اكثر بزيد الفورس اف كونتراكشن في حالات الهارد فيلر اللي فيه العضلة شوي ضعيفة بقدر اذا مش كتير كتير تضعف فيها يعني بقدر اني اجبرها شوي تشتغل اكثر شو كيف؟ اني ازيد قوة انقباضها بخليلها الكالسيوم شوي عندها اكثر في جوه الخلية عشان تقدر تعمل كونتراكشن شوي اطول وبالتالي تزيد الفورس اف كونتراكشن يلا يا مين اللي بدي يبلش معاي الصورة هاي اللي لازم كتير كتير تفهموها واي واحد فيكم ما فيهمش اشي منها برجع بحكيلي يلا يا مين الصبية اللي كانت تحكي معاي قبل شوي؟ سارة يلا يا سارة سارة هلأ هذا الابن هذا اللي هو بدي يحدث كيف بتتحدث الاسلائدينج ميكانيزم اف كونتراكشن هلأ انا عندي مايوسن هيدز شايفتيهم؟ مافيش عندي اي اشي الميوسين شو بتعمل ترتبت في مين؟ في الميوسين باديكسات الموجودة على الاكسين نعم بيقول عني اول اشي الاتب يعني تركوا الاتباس بتحولنا ايا الاتب وفوسفيت وفوسفيت وبتضل هم موجودين مربوطين وين يا سارة؟ على الهد أو الميوسين ماشي؟ هلأ بس هون الجميع اللي معاي قبل ما تكملوا رقم تنين لازم اشي يحصل هون في النص هون لازم تكتبوا انو الكالسوم طلع جوى الخليين جوى الكاردك مصل سيلز لانو بذاوت كالسوم تقدرش تعمل اليفنت اللي هلأ انا بدأ احكي عليك اه عن طريق الاكشن متنشل هو بيحفظ ايه الكالسوم عن طريق الاكشن متنشل استمداش لان اللي حصل طلع جوى الخلية ارتبط في التروبونين سي التروبونين التروبوميوسين صار نتيجة الارتباط هذا فيه confirmation change بعد عن البايندينك سايت لإله شو عملت البايندينك سايت سوري للميوسين على الاكتين شو بتعمل الميوسين هينز ترتبط في الميوسين بايندينك سايت الموجود على الاكتين ارتبطت فيهم هاي ها ظهروا لإلها ارتبطت فيهم شو بدت تعمل يا سارة يلا كملي شو شايت يا كانت ADP مع فوسفيت شو عملت الطاقة الموجودة على فكال ADP يعني تتخدمها في انها تشد الاكتين تشد الاكتين تجاه الـ center عشان هيك طلعوا بتعمل rotation تورد the center of the sarcomere وهذا اللي سمو بتعمل اما بطاقة اللي استخدمتها شو عملت طلعوا تركت الـ ADP والفوسفيت خلاص لا ADP ولا ايش ايش ولا فوسفيت فشو صارت دي انرجايز بطل فيها انرجي ما عندها انرجي كملي هون ما في عندها طاقة هتضلها ماسكة هدو في ميوسين هتضل ماسك في الاكتين نعم هلأ بتضلها ماسكة فيهم دي رباكو اذا ردتش ربطت في كمان ADP مشكلة تضلها ماسكة في مكانها كملي يا سارة لا عشان نقدر الـ head وذا ما يسيني فك عن الاكتين لازم يجري إلى الـ ADP نعم هلأ مجرد ما الـ head استرطبت في الـ ADP شو بتصير في عندها انرجي فشو بتعمل بتفك عن الاكتين بتفك حالها عن الـ binding site اللي كانت رابطه وشو بتعمل بترد يا سارة بترجع لحالة الأصلية نعم ترجع توجه حالها كمان مرة أخذت الـ ADP فكت حولا عن ترك الـ ADP وفوسفيت ADP وفوسفيت وموجهها حالها باتجاه مين الاكتين هو عن ترك الـ ماسكة في الـ binding site شو بتركت فيها نعم إذا لسه في عندكم كالسيوم شو بيكون الـ binding site بيكون مكشوف راه راه بسة موجودة ماشي بس الشاب اللي قبل شوي سألني عن كيف الاتصال والهنكز اللي موجودة عندكم شايف هاي هاي الأنجل هاي اللي كل واحدة فيهم فيه اتجاه لها أديش هي الدرجة الزاوية اللي رابطوا فيها مع الـ مع الـ body هلأ طالما فيه إذا طلعوا عندكم هون طالما فيه ADP وطالما فيه كالسيوم شو بتقدر تعمل بتقدر تعمل هلها تعمل contraction طب فيه كالسيوم وفيش ATP ما بتقدر تعمل تعمل لا لإنها بتوصل لدرجة خلص ما فيش إشي يقدر ترد إذا فكت مثلا وما إردش إجا ATP بتقدرش ترد ترتبط كمان مرة هلأ يعني خلصت أول هلأ هون برضه فيه إشي من نتحدث عنه طبعا هاد اللي بتشايفينها أنتوا هون نفسها بالضبط أنا بحكي فيها في الاسكريتا المصل الفرق الوحيد راح نحكي له من بره الخلية ولا من بره وجوه الخلية عشان هيك ركزوا في الكاردك مصل اللي بيفهم كاردك مصل السكريتا المصل بتسكير عليه سهله هلأ الـ ATP نتبهوا عليه الـ ATP احتاجته عشان تستهلك الطاقة في الباورستروك خلصت أول واحدة كمان علشان تفك من اللي كانت رابطه شو لازم يكون مربوط في الـ ATP هلأ لازم ترد تربط نيو ATP هلأ إذا ما ربطت في نيو ATP بتظلها ماسكة طبعا هذا إله أبليكيشن فيه للسكليتا المصل فيه إشي بسميه اللي هو تشنج ما بعد المصل نعم بسميه رايجور مورتس هلأ عادة إذا كانت تعمل شغلة كونتراكشن معين للعضلات وانقطع الـ ATP بسبب الموت يعني شو اللي بيصير العضلة على الاستيت اللي هي عاملته ككونتراكشن بتظلها ثابت عليه فشو بعمل مثلا الإيدو ماسكة شغلة بحرك إيدو بطريقة معينة بتظلها يعني كيف بتصلب عليه ماشي هلأ هذا الحكي بيستمر تقريبا لـ 24 ساعة بعد الـ 24 ساعة أكثر إشي يعني ممكن تشوفه عليه بعدين بيصير المريض ترخي العضلات بيصير فلسد المريض ليه لأنه بتبلش البروتينات الانزيمات بتحلل نعم بتبلش يصير عندكم دي جنرايشن طبعا هذا في الفرانسيك ميديسن في الطب الشرعي كتير مهم اللي هو نحدد وقت الوفاة كمان جنائيات حواليه مثلا إن المريض كان ماسك إشي مش ماسك إشي هو مثلا ضرب حاله حد ضربه حد ضربه مثلا حط شغله في إيدو كتير شغلات رح تشوفها لأنه مثلا يعني إذا هو مية مثلا قريبا جسمه متشنج لكن مثلا إيدو محطوط فيها شغله وهو مش ماسكها معناها هذه ممكن حدا حطله إياها مش إنه هو كان ماسكها ومثلا الـ ATV والإحتياج لأنه إذا أنتوا ما عندكم كميات كافية من الـ ATV زي برضو في الإسكريتا المصل تعرف والعضلة بصير فيها فتيح لأنه ما في عندها كميات كافية من الطاقة تعطيها حتى تقدر تعمل تقدرش يتكمل بعدين عشان هيك عادة في الإكسرسايز كل ما عملنا إكسرسايز أكثر منزيد الفلو منزيد على العضلة عشان تضل تزودها في الـ O2 والنيوترينز عشان تضلها تقدر تعمل عمليات الميتابوليزم وتطلع لكم الاحتياجة بدكم إياك كمصدر للطاقة هلأ أنا نيجي لـ الـ الموجود عندها هلأ أنا فهمتها كعضلة قلنا بدها كالسيوم الفايبرز الموجود عندها أو الفيلمانس الموجود عندها عندي أكتين وميوسين وعشان يرتبط الميوسين هيدز في الأكتين لازم بده الـ ATV ولازم يكون في عندكم كالسيوم هلأ يعني بقدر يعمل لي ايش اكشن بوتنشل هلأ إجوا أخذوا تطلعوا الصورة الموجودة عندكم دائما خلي الصورة تحكي لكم أول سؤال شو فيه ستاجز بالأكشن بوتنشل أربع اللي هنا يلا هنا نعم وبداية الريبولاريزيشن نعم في بلاتو وفي ريبولاريزيشن وفي هايبر وفي هايبر بولاريزيشن نعم هلأ السؤالي لكم كل الخلايا صحيح نعم جميع الخلايا لها ريستينج ممبرين بوتنشل ما معنى ريستينج ممبرين بوتنشل ممبرين بوتنشل معنىها في فرق في الشحنة دائما موجود بين ويوجوالي إنسايد إنسايد بارت إنه إنه عبارة عن شحنته سالبة مقارنة في لأوتسايد ليه لإنه في عندكم اللي هي دائما بتطلع ثلاثة برا الخلية وتنتين كي جوا الخلية فبتطلع أكثر ما تفوت وكمان في عادة بروتينات شحنتهم سالبة بيكونوا جوا الخلايا وبرضو هدول بيخلوا جوا الخلية سالبة مقارنة في الخارج هلأ دورينج أكشن بوتنشل إنه الخلايا معناها بدي يصير لها إكسايتشن هلأ كل الخلايا عندها لكن مش كل الخلايا إكسايتبل يعني بتقدر تعمل أكشن بوتنشل اللي بقدر يعملوا أكشن بوتنشل هنا السكليتا والسموث والكاردك مسل وكمان عندكم اللي هنا اليورون هلأ زي ما حكى زميلكم في الستيج هاي طلعوا هون أخذ مثلا ها ناخد فينتريكولور مسل عادي عندها رستينج ستيت زي ما أنتوا شايفين على تمنيين ميش هون الصورة ميلي فولت دورينج ديبولاريزاشن أنتوا بتطلعوا من الماينس باتجاه الموجة تقريبا للعشرين وبعدين ترجعوا تعملوا ريبولاريزاشن هلأ أنا نحكي كمصل إذا بتحكي عن كاردك مفترق عن السكليتا المصل لكن سيميلي يعني بعمل ديبولاريزاشن بعدين ريبولاريزاشن وبرجع ل ريستينج ستيت هلأ في المصل اللي اللي موجود عندكم إنه أنا صحيح عملت ديبولاريزاشن أو الابستروك هذا اللي موجود عندكم بتختلف عن نيورونال سيلز أو سكليتا المصل فايبرز إنه السكليتا المصل فايبرز ونيورونال سيلز مباشرة بعد ما توصلوا هون على القمة في ديبولاريزاشن تعمل ريبولاريزاشن بنزل باتجاه ريستينج ستيت هون نعم هلأ ديورينج البلاتو شو بيصير يعمل شو اللي بيكون يدخل عجو الخلية الكالسيوم ماشي هلأ تنين فترة البلاتو مهمة لأنه هاي الوقت اللي في خلاله الخلية شو بتعمل كونتراكشن ليه لأنه بدان في كالسيوم بيفوت شو بدي يصير عندي كونتراكشن في ايش كالسيوم عنها في كونتراكشن ماشي بيتبلش هون شوية عبين ما يدخل الكالسيوم بتبلش الكونتراكشن بعد ما يبلش البلاتو بنتفل صغيرة يعني وبعد ما ينتهي البلاتو ديروا بالكم بدكم شوية بيخلصش الكالسيوم مباشر لسه لازم ترجعوا ترجعوا لمكانه عشان تقدر تعملوا الكونتراكشن فعادة بيبلش الكونتراكشن نقدر نقول هون وبنتهي شوية بعد نهاية البلاتو بشوي فتقريبا الدوريشن لإله هو الدوريشن لإيش لبلاتو الكونتراكشن ريستينج ستيت اللي هو بنسميه رقم أربع إحنا عادة كستيج الزيرو هو الأبستروك ستيج ون اللي هو الأيرلي ريبولاريزيشن ستيج تو اللي هو البلاتو ستيج ثري اللي هو ريبولاريزيشن وستيج فور اللي هو مسؤول عن الديبولاريزيشن أو الأبستروك طبعا هذا من بتركولر مسل فايبر نعم نعم عن طريق صوديوم تشينيل فاست فولتش جيتد صوديوم تشينيل فاست سريعة بتفتح بسرعة وبتسكر بسرعة فولتش جيتد اللي بتحكم فيها هي تغير إيش الميمبرين بتنشل هلأ هاي الفولتش جيتد صوديوم أول ما تفتح وبتدخل كميات كبيرة من الصوديوم طلعوا شو عملات بتطلعكم من 85 80 لحوالي 20 هلأ هاي هذا في الديبولاريزيشن بيكون بيوصلكم لليتريشل وبتبلشوا تعملوا طبعا هاي القناة فتحت هون لما توصلوا على الديبولاريزيشن بهاي القيمة شو بيسير فيها خاص بتسكر بتسكر هلأ الكلوجر لإلها في الهارت في اشي زي ما قلت لكم مختلفة عن الليبسكريتا المصل في عنده تنتين هاي رقم واحد واثنين هذا بسميها إيرلي ريبولاريزيشن في قنوات بوتاسيوم اسمهم إيتيو اللي هن إيتيو هدولا القنوات بفتحوا على هاد الديقري من الديبولاريزيشن ببلشوا يحاولوا يطلعوا إيش بوتاسيوم على بر الخلية تذكروا البوتاسيوم موجود جوا أكثر فلما إنتوا تفتحوا قنوات البوتاسيوم يصير دا يطلع فشو بتصير تعمل بتحاول شو تعمل في الممبرين ريبولاريزيشن لكن at the same time هون بتبلش تفتح مين الكالسيوم قنوات الكالسيوم هي عبارة عن L-type ايش كالسيوم شنل L من long lasting هاي قنوات الكالسيوم تفتح ببطء وبتسكر في بطء وبدها من الديبولاريزيشن يعني كثير مش قليل يعني عشان هيك تطلعوا لهون لا فتحت هلأ عشان هيك الريبولاريزيشن اللي حاولت تعملوا هاي القنوات ال-ITU ما بيستمر يعني فقد شوية صغيرة هي نزل الشيك بسمي L-ريبولاريزيشن هون بتفتح قنوات الكالسيوم فبتصير تدخل كالسيوم لجوه الخلية فبتعملكم اللي هو البلاتو فبصير الديبولاريزيشن بثبت على قيمة معين هلأ بعدين تقريبا هون لما ترجعوا تنزلوا شوية أكثر تصيروا يعني قلة الديبولاريزيشن شو بصير في قنوات الكالسيوم هاي تبدأ تتسكر تبدأ تتسكر وبنفس الوقت بتفتح قنوات بوتاسيوم طبعا غير عن اللي فتحن هون هون اسمها ITU هون فيه اش اسمهم IKS و IKR بعرفش زي أخدتوهم هلأ هدول رابط بسلو أكتنج اللي هن بتصيروا بفتح هاي القنوات بتصير تدخل كميات كثير من البوتاسيوم سوري تطلع كميات كثير من البوتاسيوم لخارج الخلية فشو بصير عندي شايفين الممبرين ترجو على الريستينج ستيت ليه لأنه البوتاسيوم شحنته موجبة بلشتوا تخسروا لبرة فبصير إيش بخسر موجب بمعناها بصير أرجع أكثر باتجاه السالب فبرجع للريستينج ستيت أحيانا زي ما حكي زميلكم ممكن تنزلوا تحت الريستينج ستيت بشوي بصير عندكم إيش منسميه هاي بربولاريزيشن يعني دار ما ترجعوا 85 90 95 لكن ما بيستمر هذا شوي صغير برجع كمان مرة بتوقف لأنه خروج البوتاسيوم وبالتالي برجع كمان مرة للريستينج ستيت طبعا هون اللي حاصلت لكم إياها هذا التيار اللي موجود عندكم inward current أو outward outward يعني بيطلع لبرة وinward إنه بفوت على جوة الخلية عمال المادة فزي ما إنتوا شايفين هون في هاي الفترة هايو اللي هو الصوديوم عماله بفوت على جوة الخلية هون اللي هو الكالسيوم وهون اللي هي إيش البوتاسيوم طبعا هون شوية تحرك لكن بعدها ثبت وبعدين هون صار زاد أكثر وأكثر اللي هو عملكم هذي الستير من الريبولاريزيشن هلا بدنا نحكي شغلتين الأولى شو الفرق ما بين اسكليت المسل والكارديك مسل كأكشن بوتنشل والتانية هلا بدي أخد من اللي هن الكوندكتف سيستيم بردو وهذا كتير كتير مهمة شغلة الكوندكتف سيستيم تفهموا يلا نمشي هون هاي اسكليت المسل وهاي كارديك ايش كأكشن بوتنشل شو شايفين هم شو بيختلفوا عن بعض كأكشن بوتنشل ديوريشن فدتا ما بيتش بلاتو اول اشي كعدد الفيزيز الموجودة عندكم ما في عندها بلاتو ولا بس هو مين للفرق كثير اللي هو لبلاتو تنين يلا اقصر مدتها اقصر اه السكليت المسل كديريشن ليه لانه فيش عندها بلاتو فعشان كديريشن للأكشن بوتنشل شو ما لها اقصر هلا لازم تعرفوا انه ليش عندها بس هاي اللي هو الابستروك وما عندها بلاتو لانه اقصر مدتها اقصر مدتها اقصر مدتها هلا وراح تشوف ليش لانه هي ما عندها بس عندها اللي هي كأكشن بوتنشلها مش كا كونتراكشن بس اللي بعمل الديبولاريزيشن عندها هو الفاس صوديوم شنزل بتفتح وبتسكر بسرعة اما في الكاردياك مصر اللي بعمل الديبولاريزيشن هو اصلا البلاتو او الابستروك هو الديبولاريزيشن الكالسيوم مو الصوديوم لكن اذا سألتك الديبولاريزيشن ابستروك من ليه هو صوديوم البلاتو هو ايش كالسيوم هلا الاشي التاني كمان وجدوا انه الكاردياك مصر لما بصير عندها اكشن بوتنشل اول ما يصير اكشن بوتنشل قدرتها على اخراج البوتاسيوم بتقل شوي اكثر من السكليطة المصر عشان هيك شو بصير بطول شوي يعني هديك مباشرة بعد ما تعمل الابستروك تقدر بعدين مباشرة تبلش تطلع البوتاسيوم هدولا شوي يعني بصير عندها شوية تأخر في انها تبلش تطلع البوتاسيوم لبرا عشان هيك بفترة الاخشن بوتنشل فيها بتكون ايش اعلى اذا النابلاتو الديوريشن بيكون اقل نفسه ريستينج ستيت فارياشن مش اشي ريستينج ستيت لكن لا هي مورد بولارايز ولا دس تقدر تعتبرهم زي بعض مش كتير هالفرق ما بيناتهم لانه حتى الكاردك مسل مش كلهم يعني على مينس خمسة وثمانين لازم يكون اه طبعا هلأ اللي بدي ااجي اقول لكم اياه اللي هو النقطة اللي وراها هاي نقطة مهمة اللي بدي ااجي ااخد الفرق ما بين الاكشن بوتنشل اللي بيطلع من الباسميكر سيلز او من ايش من الفنتركلر مصل هلأ الصورة هون زي ما انت شايف احنا حطيتهم على نفس الاشي في الشبلته هاي السكريتا الما عندها بس عندها بستروك كديريشن هاي اطول وهون المساحة عندها اقصر هلأ ما في كالسيوم رح يفوت من خلال قنوات رح نشوف بالسكريتا المصل مش زي الفنتركلر مصل سيلز لكنها تحتاج الكالسيوم لكن المصدر لقلو من جو الخلية وليس من الخارج عن طريق قنو يلا خلو الصورة تتحكي لكم شوفوا هاي فنتركلر مصل فايبر عملوا اكشن بوتينشل فيو وهاي عبارة عن نودل سيلز اخدوا منها الاكشن بوتينشل اطلعو لي على الصورة وخلوها هي تحكي شو شايفين فرق بين الاخضر هاد واللي في اللون الاحمر او الزهر الغامق اللي بدكم اياه في البيس ميكر اقل سالبية اقل سالبية يعني ما له الريستينج ستيت تبعها للنودل سيلز اكثر اكثر دي بولارايز ايوه اكثر دي بولارايز ماشي هلأ سؤال اللي وراه كل ما كان الريستينج ستيت اكثر دي بولارايز احتمالية عمل اكشن بوتينشل بتكون اقوى ولا اقل اقوى اقوى ليه عشان اتقريب لالترشود هاي عندي ثرشود هاد الريستينج ستيت تقريبا عندها عمينس خمسين مينس خمسة وخمسين وهاي عندها عمينس خمسة وثمانين مين اسهل يوصل للي ثرشود هاي اللي هون اللي قريبة ولا هاي اللي بعيدة نعم قريبة نودل نعم عشان هيك اصلا هاي هي عبارة عن خصائص ليش النودل سيلز ممكن تعمل اوتونوم تعمل اكشن بوتينشل من حالها اسمعوني the normal base maker of the heart is sa node لكن اني بارت من ال conductive system اتكد بي a base maker يعني كلهم قادرين انهم يعملوا يكونوا اوتونوم ويشتغلوا من حالهم لكن اسرعة واحدة واكثر واحدة بتعمل فير هي الSA node عشان هيك هي الليدر تبعيتهم هي ال base maker كمل يا احمد الريستينج هون اكثر طب هذا الريستينج تبعكم اللي موجود عندك هون كشكل هل بختلف عن هاد؟ اه بختلف الSA node في البرميابيليت تبعات الصوديوم اكثر فسهل انه بيسوي ذاتي هو الديبلوريزيشن ذاتي بتحسه عشان يصل عشان اوصلك بس يا احمد طلع هون هاد بقول له ستيبل ريستينج ستيت طلع هي جالسة على هاي القيمة هي زمن معين لا انت جبت لها استوميوليشن وبلشت تعمل دخر صوديوم بعدين طلعت شوية بوتاسيوم وكالسيوم هون بلش يدخلوا وعملت البلاتو ورجعت ماشي هاي عندها ستيبل ريستينج ممبرين بوتنشل البيسميكر سيلز ما بسميه ستيبل بسميه انستابل بوتنشل او بسميه ايش البيسميكر بوتنشل اللي خاص فيها موش اكشن بوتنشل هادا اللي عندكم هادا بسميه البيسميكر بوتنشل طلعوا شو بيصير بمجرد ما الممبرين تبع الSA node يرجع للمينس خمسة وخمسين ما بثبت عليه مباشرة شو بيعمل طلعوا ما اقعد عليه زي هاي هون بهاي النسبة هادا الفترة الزمنية شو عمل بلش يطلع بلش يزيت بلش يعمل بلش يعمل دي بولاريزيشن هاي هادا الممبرين بوتنشل اللي هون او بسميه البيسميكر بوتنشل مسؤوله عنه قناة اسمها funny channels موجودة مين اللي في الSA node يعني في الكوندكتف سيستم هاي بمجرد ما تفتح بقى يوصل الممبرين بوتنشل عمينس خمسة وخمسين بتفتح دون ما تعملو هاستيميوليشن بس تشوف الممبرين بوتنشل مينس خمسة وخمسين بتفتح شو بتعمل بتصير دخل صوديوم واسمعوا ليش سموها funny هي مين اللي بتدخل صوديوم لكن كمان ممكن تدخل معه بوتاسيوم عشان يكسموها funny هلا انتو مين اللي صوديوم لكن ديروا بالكم مش دخوله عم طريق الفاس سوديوم مش فاس سوديوم عم طريق الفني بفوت لما بتوصل لعند المينس أربعين تفتح قنوات الكالسيوم لكن في نوع تاني من القنوات اسمها تي تايب كالسيوم اللي هي ترانزياد عشان هيك ما بتقعد فاتحة فترة طويلة فشو بتروح بتعمل بتدخل معها شوية صوديوم لكن هو مين لكالسيوم اللي بيعمل اب ستروك هيا شايفينه هون هاد عبارة عن كالسيوم لما بتوصلوا لتقريبا ع السفر شو بيصير في قنوات الكالسيوم بتسكر تنين بتبلش قنوات البوتاسيوم تفتح شو بتعمل المينبرين ريبولاريزيش ريبولاريزيش برجع للمينس خمسة وخمسين شو بتروح تعمل الفني تشانيلز تفتح تفتح بتدخل صوديوم بتعمل بيسميكر بتنشل مش اكشن بتنشل بتنشل لسه موصلت لما أصير على مينس 40 تفتح قنوات الكالسيوم برضه نفس الشي بتعملكم بيسميك باعمل اكشن بتنشل بيسميك وبرجع هلا أول إشي إذن لازم أعرف إنه عندها أول إشي مور بيسميك ريستنج ميمبرين بتنشل إذا بدأ أسميه ريستنج تنين هذا ريستنج ستيت ريستنج ستيت أنستيبل دائماً بمجرد إيش ما توصل ل يعني النقطة المينس 55 من المبين بتنشل القنوات هاي الفني تشين إذا بتفتح وعشان هيك إيش إنها يعني بتضلها تعمل أول أكشن بتنشل اللي وراء اللي وراء لكن زي ما قلت لكم الكندوكتف سيستم كلهم قادرين يعملوا هذا الحكي لكن قدرتهم مختلفة أكتر أسرع وحدة في العمال اللي هي الاس اي نود طاعت تقريباً حوالي 75 نبضة في الدقيقة اللي هو أصلاً نورمال هارت ريت نقلنا وعشان هيك كلهم تحت إشارتها هلأ تيجي الإشارة منها بتروح للأي بي نود للبركنجي وكل هذا الكلام هلأ يعني كاكشن بوتنشل يعني كيف إنكم بتبلشوا تعملوه لو جيت قارنت بين هون في النودل سيلز مع الفنتركلر مصل سلوت وديبلوب شايفينو طلعو بده شوية وقت عبار ما يعمل يوصل هون يعطيني هون كيف تعمل فيه هي بالريستينج ستات مباشرة عملة الأبسترو لكن اللي بيختلف عنها إنها هاي تقدرش تعملها من حالها بدها السيميوليشن هاي لحالها بتقدر تعملها عشان هيك هي النورمال بيس ميكر أوه طب نعمل أبليكيشن على هذا الحكيم طب أنا كيف مثلا بدكم أنا جيت قلت لك هذا المريض عنده إشي إنه خلى الأي بي نود هي البيس ميكر مش الأس إي نود كيف إنه يصير فيه خلف الأس إي نود فبطلت مصبوط يا أحمد يلا كمل شو اللي صار يعني عطيني تفسير ممكن إنه يعمل إشي من الفهم مش يعني مش إشي حافظينه لازم تكون آه إنه المدة تبعت الأس إي نود زادت عن الأي بي نود فس أي بي نود صارت هي البيس ميكر يعني شو قصدك طولت لها بعطت لها إشارة صحيح نعم طولت الإشارة لها وسطة من الأي بي نود سأ نود الأي بي نود فقالت لك الأي بي نود خلص هيني مش جايني إشارة يلا ببلش من حالي مش تغلى حالي صحيح تنين أو الأس إي نود ما بتعطيش إشارة ماشي مظبوط آه طيب أو إنه وهذا طبعا لما تفهموه هيك هذا عبارة عن مشاكل الكوندكشن اللي ححكيه لأنا لقدام الأس إي نود ما بتعطيش إشارة أو الإشارة بتطول عمالها لما توصل للأي بي نود أو الفايبرز بنياتهن أو الفايبرز بنياتهن في مشكلة لأتلو في انتكرا فيبرز طبعا في إشي بالمشكلة في الكونيكشن وبالتالي شافت حالها هالأي بي نود مش جايها إشارة فخلاص وقفت طيب سؤال تاني هادول الventricular muscle fibers هل ممكن تخلوهم يصيروا زي nodal cells ويصيروا يشتغلوا من حالهم آه آه إذا في خلال في الAV نود كمان استنى شوي بدون خلال في الAV نود اترك الAV نود أنا بدني الventricular muscle فكا فيبر اللي هنا أصلا هادول بيشتغلوش أوتونوم بدهم إشارة يوصلها بظبط يشتغلوه حالهم كيف يلا إذا كان في خلال في الSA نود وصارت زادت مدة انقطاع الSA نود والAV نود عن 15 دقيقة مثلا فبصير يشتغل حاله الAV الventricular دير بالك شايف يا أحمد بس انت استوعب أنا شو حكيت لك بيشتغل من حاله لكن مين مصدر الإشارة الAV نود أو بيركنجي أو بامضل براج يعني ظل مين مصدر الإشارة البركنجي يسا يعني الAV بندل كما صحيح فاهمني أنا بدي شوفوا سؤالي بدي يكون مصدر الإشارة الventricular muscle fiber اللي بتعمل contraction هي تصير مصدر إشارة إذا البركنجي كنت خربة إيش أحمد إذا البركنجي فيها خلال كما بديش بيركنجي بديش أخرب ولا بيركنجي ولا AV نود ولا كل إشي وبدي أقول لك الventricular muscle fibers بدي أخليها تصير هي مصدر لإشارة لا صعب إذا صارت النودة الأبطأ منها حتى لو مش أبطأ منها اسمعوني إذا الventricular muscle fiber normal حتى لو بتوقفوا الSA نود والAV نود والبركنجي وكلياتهم ولا عمرها الventricular muscle fiber تبلش إشارة من حالها لأنها عندها stable resting state وما عندها ما في إشي بيفوت عليها شحنات بدون stimulation ماشي لكن إذا خربتوا الventricular muscle fiber يعني جيتوا خربتوا في قنوات فتحتوا قنوات عملتوا فيها مثلا mutation خليتوها تصير تفتح من حالها خليتو الresting state هذا يصير unstable ممكن الventricular muscle fiber تصير تشتغل هي من حالها وتصير هي مصدر الإشارة فهيك بنصير نقول أنه في أنا عندي اكتبك فوكس موجود في الventricular هو صار مصدر الإشارة تنين هل ممكن الإشارة هنا تكون طبيعية لا لأن الموزع الرئيس اللي كان يلزم يشتغله ال conductive system ماشي طبعا أشهر الأشياء اللي ممكن تكون تحصت في هذا اللي حكي اللي هي أي أي electrolyte abnormalities ممكن تخلي الventricular muscle fibers تصير تدخل شحنات موجبة وتصير تعمل action potential من حالها فيه أشي عادي ممكن أني أنا أشوفه أنه نتيجة stressful condition أو أنكم تشربوا يعني أشياء بتحفز زي النيكوتين وهي الشغلات اللي هي عمركم بتشعروا مثلا أنه أنت قلبك ماشي طبيعي بعدين بشوف هيك نبضة شوية غريبة هاي عبارة عن فوكس من الفنتريكل هو من حاله صار عنده خصائص وكأنها تشبه الباسميكر سيلز فأعطى إشارة من نفسه هلأ المشكلة وين هدولة متى بيخوفوكم إذا صار أكثر من المكان من الفنتريكل يعطي إشارة من حاله فهو شو بيصير يا جماعة بطل في قنظيم عظم قيوة هذا اللي بدي فيش synchronize activity كل واحدة رح تشتغل لو واحدة ها بتعطي إشارة في هذا الزمن فيش حدا يعني يرتب العمل تبعها فهونا ممكن تدخله في atrial fibrillation هلأ عشان هيك أهم شي هنا تفهم إنه الباسميكر سيلز الرستنج لإلها أقرب للديبولاريزيشن أو للثريشولد عندها unstable رستنج فيه اختلاف كمان في القنوات إن المسؤولة عن الرستنج هي هاي تعمل باسميكر بوتنشل رازم أسميه أكثر من رستنج إنه مجرد ما توصل للمينس 55 بتبلش تخليها تعمل ديبولاريزيشن لما توصل على المينس 40 تفتح قنوات مين لكالسيوم عشان هيك أنا ما شفت الصوديوم هنا كدخول fast sodium channels وبعدين ترد تعملكم إيش ريبولاريزيشن الإشي التاني اللي بدي أقولكم إياه إذن زي ما قلت لكم هذا الرستنج أو بسميه اللي هو البيس بيكر بوتنشل هلأ لازم تعرفوا بالنسبة لل fast sodium channels فيه two theories عن وجودها في الأس اي نود وعملها هلأ في بعض الدراسات بتقول أصلا إنه ما في إلها expression جوه الأس اي نود أو جوه النودل بس موجودة على الجنكشن ما بين الأس اي نود والأتريال موسل فايبرز عشان تساهم في نقل الإشارة من الأس اي نود للأتريام في بعض الدراسات بتقول إنها هي موجودة في الأس اي نود ولكن مشكلة إنه لإنه الأس اي نود الريستينج ستيت تبعها يعني على مائنس خمسة وخمسين أردي بتكون ال fast sodium channels inactivated يعني بتقدرش تفتح عشان هيك هذا اللي بيفسر إنها هي ما بتشارك بالأكشن بوتنشال تبع الأس اي نود هي بتشارك في البنتريكلر أو في الأتريال إيش موسل فايبرز فانتبهوا عليهم إذن تفتح أنا واحد انتبهوا هنا هو صوديوم كالسيوم صحيح بسموها لكن هي مان لكالسيوم ولو بدكم تيجوا هو مان ل T-type كالسيوم تنلز اللي هي transient كالسيوم تنلز هلا بس هاي الصورة أنا بس دع أفرريكم ياه ما بطلب إشي كتير إنه تعرفوا منها أخدت أتريال وأخدت فنتريكلر وأخدت النودل حتى قبل شوية قلتلكم بقدر أقول أتريال muscle fibers وventricular muscle fibers كأنواع شوفوا كيف فيه فرق شوية بشكل الaction potential البلتو هون ماله شايفينه أطول نعم وستابل وكرقم وقداش الـ duration أطول عندي في الفنتريكل لي لأنه الإشي اللي أنا بطلبه من الفنتريكل كcontraction بديه أكثر من الأتريام الأتريام يدوب بآخر الفيلنج تبع الفنتريكل بيعملش contraction وضخ بس 20% من البلد كمان الـ repolarization طلعوا هنا هنا حاد أكثر بسرعة يعني بتعمل repolarization هنا شوية بقعد فترة عبير ما إنها تعمل repolarization هدول ما بطلبهم بس عشان أفهمكم شغلة صغيرة إنه هدول بيجي بقول لك كل stage مثلا هون معناها current خيار جاي من الصوديوم هاي شو الصبيون التبعته من الجين اللي بيعملوا الترانسكيبشن هون مثلا زي ما إنتوا شايفين كالسيوم لكن هال L هي long lasting channels تفتح ببطء وبتسكر في بطء هاي المسؤولة هون عن stage 1 اللي هي ETU هون اللي هي عري polarization في عندكم IKR و IKS وممكن كمان في إشي اسمها IK1 هلأ هون تطلعوا هاي nodal cells تطلعوا كيف أفرقت عنه ما في عندكم بلاتو بتعمل فيش resting state وهي هاي الفني هي هاي شايفينها في هذا الزمن هي كتير شغالة هي بتفتح وبتدخل شحنات موجة بمين لسوديوم لما بوصل للمينس 40 هون اللي بتفتح مين اللي هي اكتر IK الكالسيوم اللي هي T اللي هي H اللي هي transient لما توصل هون هاي بتسكر وببلش يفتحوا مين اللي تعملوا الري بولاريزيشن هلا في فرق عشان هيك طبعا ديروا بالكم duration للأكشن بوتنشل أخذ أتريم أخذ أتريم sorry وأخذ الأس نوض الـ duration للأكشن بوتنشل طبعا فيه تقريبا بين 100 إلى 250 في حسب وين انتو أكثر من الأتريم النوض طبعا duration لها زيما انتو شايفين أقل من duration للفنتريكل في البركنجي فايبر بدي أقولكم شغلة البركنجي فايبر صحيح هي من الـ بس في كتير خصائص فيها بتميل تشبه فيها أكثر الـ اللي هنه بيعملوا كنتراكشن هلا الإشي التاني اللي بدي أقولكم كل ما كان فيه duration أطول للأكشن بوتنشل شو بيصير في الريفراكتور بيرياد فترة الجموح متذكرينها آه بتزيد بتزيد ليه لأنه تقريبا الـ وخصوصا هاي بيحكيها المرة الجاي الـ تقريبا طول هو طول الـ بإذا الـ طويل معناها الـ رح تكون طويلة عشان هيك يعني والبركنجي عندهم أكثر إشي يعني من الـ البركنجي أكثر واحدة عندها لأن الـ عندها أطول إشي هلا بس هون ركزوني معاي على الكلام هدول هدول النقطتين عشان تفهموهم هاي طبعا أخذت من الـ تيبو شو بقولكم الكارديوما يصعت والبركنجي عندهم ما عندها ستابل بنسمي انستابل أو دريفتنج ريستنج ممبرين بوتنشل هلا أول السؤال بدأ أقولكم إياه أو إيش بدأ أفسركم إياه إنه لو أجي أنا أسألك بالconductive system من الـ أي وحدة فيهم ممكن تكون بيس ميكر أوف ده هارت الـ لعم الـ لا أنا ما قلتش شايف شو بيكون الفريق نورمال بيس ميكر هي الـ لكن اي وحدة فيهم في ظروف معينة طبعا مش بالنورمال ستيت الـ بين البندل برانش بندل وهس الـ بيركنجي ممكن تكون هلا ليش بقول لك هون طلع هو شو كاتب حاطط لك إنها عندها stable resting state هلا هي مش really stable stable بالضبط زي هزي الممبرين بوتنشل بين الـ بيركنجي مين أكثر stable الـ بيركنجي عشان هيك البركنجي أقرب زي ما قلت لكم أقرب للممبرين هتيجي تقول لي عشان قرأت كلمة stable إنها ممكن ما تكون بيسميكر لا ممكن تعمل وعندها قصائص زي هزي الـ تشبهها لكن قدرة على إنها تعمل هذا الحكي الـ تنين عندها بلاتوم أكثر من تشوفوا ما عندها عشان هيك شكل تبعها برضو يقترب أكثر من مين من من تعمل عشان أضيف برضو معلومة رح أعطيكم إياها لأدام أخدتوا بالبيوفيزيكس مين الساعة وحدة في نقل الإشارة في الكوندوكتف سيستيم يلا قلولي لسا نوت أصفعش لا شوفوا كيف الكلمة بتعني أنا ما أقول أكثر واحدة بتعطي فير أنا بقولك تنقل إشارة في خلال الأجزاء اللي عندك جوه البركنجي أسرع وحدة في نقل الإشارات خلال المسلز يعني أو من خلية لخلية هي البركنجي عشان هيك شو يعتقد لو جيت قلت لكم شو في بين البركنجي فيبرز أيوة نعم نعم عشان هيك قلت لكم البركنجي تميل في شبهها أكثر لمين للكاردوميس المسل فيبرز اللي بتعمل كونتراكشن ماشي بس بنهي في هاي وخلاص عشان تطلعوا عشان هيك بنهي في اللي حدا حكيت وذلك زي ما أنتوا شايفين إذا باخد الأتريال والفنتركلر مسل فيبر اللي هنا بيعملوا كونتراكشن يعني يعني كتير ضعاف مقارنة بالسكليتا المسل سرعة نقل الإشارة بين السكليتا المسل فيبرز أو نيرون السلز واحد عميتان وخمسين من سرعة النقل في النيرب واحد على عشرة يعني عشر سرعة في السكليتا المسل لكن إذا أخدت الفلوسيتي تبعت تقريبا أربع متر في السكن يعني عبارة عن إيش هذه عبارة عن كتير كتير أكثر قدرة على نقل الإشارة من خلال الفايبرز نفسهم عشان هيك مين اللي بيساعدكم إنه الهار تصير سينيكرونيز اكتبيتي وبسرعة توصل الإشارة من خلال المسل الفايبرز اللي هو الكوندوكتف سيستم ومين أسرع جزء في الكوندوكتف سيستم اللي هي اللي هي ماشي موقف هون اللي فيه نقرأ المحاضرة نعيد نسمعها اليوم نتطلع على الصايدات كتير 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 مهم تتبعوا لأنه هلأ رح تشوفوا كل إشي لقدام برجع لفهم اللي أنا حكيته من قبل فإذا اللي قبل يعني ضايع أنا ما ما ركسته كتير يعني بيخربش الأمور لقدام شو يعني الحكي لستيجز والفرق ما بين كوندوكتف محمد كمان مرة صوتك بعد وما سمعت ما قول إنو الكالسيوم بل هني فاص ولا سلو أبنو هو لازم تقول لي شو بدك أي استيج استنى شايف كيف الكلمة بتفرق ها ده أرجع هون أي واحد بدك فيهم أربعة باس ميك زيرو هذا بتعتبر أو تلاتة ببولاريزاشن عمين بدك أربعة أربعة هذا هاي قسمها ما قسمها اسبيسيفك لقلها فاني تشانيلز لا هي لا بتقول عنها قسمها بولتش قيتد كالسيوم ولا بولتش قيتد صوديوم بتدخل لك كالسيوم بتدخل صوديوم ويعني بمرحلة سفر بتدخل كالسيوم وبمرحلة سفر بتدخل كالسيوم نعم هي عبارة عن بتفتح وما بتطول بالفتح تبعيدها ماشي عشان هيك ما بقول يعني مش فاست ولا سواء أكتر ما بقول بسميها ترانز يعني انها فتح مؤقت بتفتح لكن ما بتستمر بالفتح وبعدين بتسكر ماشي يعني هاي اختلفت عن هاي تطلع هون اللي رقم 2 تطلع كيف هاي طلعت ونزلت خلص هون وقف يعني هاي الدخول وقف فيعني اذا بدك تقول عنها فاست بتقدر تقول بس انها مش صوديوم ها دير بالك مش فاست صوديوم تشنلز مش الفولتش غيت صوديوم تشنلز ماشي ما في زي ما قلت لكم ما بتشارك الفولتش غيت صوديوم تشنلز بالس اي نود بوتنشل هون كالسيوم لونج لاستن بسميها هاي تفتح ببطء وبتسكر ببطء عشان هيك بتعمل لك البلاتون حدا عنده اي سؤال زين رستين هاي هاد انستابل او بتسمو باسميكر بتنشل مسؤولة عنه الفني الزيرو اللي هو ابستروك ما عندها واحد واثنين زي اللي كانوا هناك وثلاثة اللي هو الريبولاريزيشن واللي هي قنوات بوتاسيوم يلا يا سارة دكتورة رائعتيك العافية أوليش عشريح ان شاء الله عافيك بس بدي اتأكد لسوحتي في الستايد اللي قبل انا عندي صاريت دعا مخربشين في الستايد اللي فياتها الventricular muscle fibers واللي فياتها تاعت رستين للس اي نوت هاي اه 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 حكتيني اخر اشيء من الventricular muscle fiber اللي صار فيها الخلال انه هي بتعتبر عبارة عن مصل وما بتقدر تشتغل كأنها تعطي اشارة صح هلا شوي سارة هلا الventricular muscle fiber او الاتريal muscle fiber اه ما بتقدر تبلش اشارة من حالها تمام يعني تقدرش تكون اوتونوم هي من حالها هي بتعتمد انه تيجيها الاشارة من مين يا سارة من الاس اينود من الاس اينود او واحدة من ال conductive system يعني الventricular لو اجتها من البركنج بتشتغل اجاهها من من المصل يعني من البندل برانش بتشتغل تمام تنين under abnormal condition ماشي او في بعض الاشياء specific محددة رح ناخدها لقدام ممكن ممكن هاي الفنتركular muscle fiber اه بدون ما تيجيها اشارة من الاس اينود او ال اي بي نود يعني ال conductive system تبلش تعطي ايش تبلش اشارة تنشل من حالها اه ماشي تمام فالانا سألته طب شو اخر بش فيها عشان تعمل هذا الحكي انك تخلي resting state تبعها بدل ما يكون minus 85 اتقربيه اكتر لل 40 مثلا او تخرب شيلها شوي في القنوات تبعيتها تنين انها تصير لما ترجع على resting state يعني تصير تشبه ال nodal cells لما ترجع على resting state بدل ما تضمها على resting state شو تعمل تصير قنوات تفتح وشو تعمل تدخل شحنات موجبة فخلص اذا وصت لليف ريشول شو بتعمل بصير action potential بصير تشتغل من حالها ماشي هلأ تغيى سارة نكمل عشان تكملي فهمك لإلها ممكن نقطة بس اللي تعمل هذا الحكي وممكن عدد نقاط ماشي مين اللي بيخوفك اكتر اللي بيخوفنا اكتر انه صرف يعني اخذها في اكتر من نقطة معناها شو بتحكي هون رح نستخدم المصطلح لأ قدام منقول انه جدار الهارت unstable يعني انه في نقاط كثيرة عمالها في في الventrical لحالها بتبلش تعطي اشارة فهذا بيخوفني ليش اذا اعطت اشارة وكانت سرعة الاشارة عالية مين بيصير المسيطر هي ولا الاس اي نود هي هي لانها بتصير عندها اشارة عالية بطل يعني المصل بتستقبل من الاس اي نود بتمشي مع الاشي اللي سريع فهادي مشكلة بتصير هي المسيطرة تنين اذا طلعت الاشارة من اكثر من مصدر اللي انتو حكيتو باختلاف النظام الرذم اللي موجود عندكم بصير كل واحدة بتطلع لحالها لانه ما في اتصال كيف فهونا بدخل في شو سميت عدم الانتظام عدم بصير طبعا اذا انت في ventricular fibrillation هذا المريض بروح فيها يعني اذا ما علشتوش مباشرة بروح فيها المريض يعني فيش مريض تقولي اللي عنده ventricular fibrillation ماشي عجري لانه لانه ما في سينيكرون اكتب اكتب تمام شكرا شكرا فارحة يا سارة اه واضحة هذا بده اي اشي مني عبين ما لانه بعرف بس نستقر شوي الامور نشوف كيف لازم نحط هم نعمل اشي انلاين بس في المكتب ولا لا فاي حدا بده اي سؤال عن هذه المادة او اشي قبل برضو انا بجاوب بالاكم دقيقة هاي واللي عنده طبعا محاضرة بقدر يغادر يعطيكم العافية اذا منشوف بعض الاربع ان شاء الله في الجامعة